يعني من الأوال يعني هلأ بتوقع هلأ بلش مباشرة طبعا رح نستنى شي شويتين بس لحد ما أنه أتوقع لازم هلأ نزل عم يطلع نعم مشي الحال بلش البس تعرف أنه أنا عن جد عندي مشكلة يعني ما بشوف لازمني نظارات وما بحث نظارات فعم حاول أقرأ تعليقات ما عم يقرأ معي سواني شوي لازم هلأ تمام 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 ممتاز طيب أول شي مساء الخير جميعا هاي أول حلقة رح تكون ببرنامج ميت قصة والبرنامج فكرة البسيطة والأساسية أنه نحن نتعلم من أشخاص عندهم خبرة كبيرة بالمجال لوصلوا لهاي المرحلة في مجال محدد وهذا المجال اليوم هو مجال التصميم اللي أغلب العالم حاليا اللي بدون يفوتوا على العمل الحر رح يدخلوا بمجال التصميم على قدمة أنه ممتع وبيحرك الإبداع اللي بداخلنا كثير صار في هيك كلام ولكن أكيد حلقة اليوم رح تكون مع المبدأ أستاذ نور حمصي ورح نبدأ مباشرة ترجمة نانسي قنقر يسعد ما ساك ستازنور الخير الساعة الثامنة مساء عندي أنا حاولت بالأول أنه ما قلت لك نور يعني الفكرة بالنهاية هي البرنامج عفو لطيف فحاولت أنه هيك أنه بدي جر بطريق رسمي ما بمشي الحال خلينا نكون عفو ما بمشي الحال أستاذ نور أحكي لنا هيك مين هو نور حمصي والله نور حمصي شخص جدا عادي لا هو أستاذ ولا أي شيء شخص جدا عادي يمكن دائما هي جملة أنا بقول للناس أنه يمكن الفرق يلي خلى قناتي أو نور حمصي يكون مميزة عن قنوات كانت عم تظهر بنفس الوقت وبقينا حاليا خلينا نقول بحدود عشر أشخاص يعني يلي عم نعمل المحتوى يلي مستمر بشكل دائم يلي هو الفكرة الفرق هو أنه في شيء وجدنا ناقص وكملناه فقط وهذا الكلمة أنا اللي بحكيها للناس ليلة نهارا دائما في شيء ناقص في شيء ما حدا ملا تخيل أنت من بداية البشرية لحد ما وصل السيد إسحاق نيوتون كانت كل العالم عم تسقط التفاحات وما حدا عرف ليش عم تسقط التفاحات تخيل أنت كل هذا التاريخ فلغير التفاحة عم تسقط التفاحة عم تسقط ولا حدر خطر بباله أي شيء كان الكون ناطر شخص اسمه إسحاق نيوتون لحتى يقله ليش سقطت التفاحة وضل بعدها خمسمائة سنة الكون ناطر شخص اسمه ألبرت أينشتاين لحتى يقله على نظرية النسبية وناطر تخيل هذا الموضوع إذن دائماً أنت إليك مكان بمسيرة الكون كاملة إليك مكان هذا المكان موجود ولكن أنت ما بتعرف أنت إذا كنت تبحث عنه بشكل والبحث بحث صعب بحث بهذا المواضيع أنه لاحظ أنه الأنبياء لو ما كانوا شيء قبلاً ما بتوصلهم الرسالة تمام إذن دائماً نحن جملة بالسوري من أولى اسعى يا عبدي لأسعى معك تمام يعني أنا شخص جالس بالبيت ما حدا لحي يشوفه ولا حدا لحي يحكي معه تمام وحكيت أنا على المصمم الأول من كان فيه بوست نزل على مجموعة المصمم الأول واحد حاطت أنه أفضل مصممي للغرافيك وحاطت اسمي من بينهم فكتبني أنا ماني أفضل مصمم للغرافيك يمكن أنا حتى ماني بالمئة الأوائل ولكن أنا إحنا شايفينك أنا مقدم جيد أنا مقدم جيد للغرافيك هذا الشيء يلي دائماً أنا بحكي للناس أنه فيسبوك مثلا فيسبوك تم برمجته على PHP و HTML و CSS طيب اللي اخترع برمجة اخترع لغة PHP ليش ما عمل فيسبوك فيمتالي أنه الأحرى كان هو هداك الشخص يلي اخترع اللغة كلها نفسها تمام ها هي الفكرة بس أنت بدأ آمن بشغلة استاذ نور يعني أحياناً أنا مرة يعني كنا عم نجرب شغلة صغيرة أنه في أشخاص حتى موش أنه هنه لازم يجربوا كل شيء أحياناً الصدفة بتلعب دورها يعني أحياناً الصدفة لا تواجهك مع موقف هذا اللي عمل لك هو إلهام إلهي هو يعني أحياناً بيكون شخص جالس ولو هون هنطلع شوي عن الجرافيك ولكن كله كله متعلق ببعضه يكون شخص جالس حزين بيقول أنا صار عملي 30 سنة وما تزوجت أيها زوجتك ناطرتك ولكن بعد الوقت ما وصل لم يصل الوقت ناطرتك موجودة ولكن صبرك صبرك بس مو صبرك تجلس صبرك أنك بدك أنت أثناء البحث عن الزوجة مثلاً طيب لنفترض هلأ بهاي اللحظة ظهرت الزوجة وهي الزوجة بدي بيت أو بدي فلوس هلأ تبلش تشتغل مشكلة هاي تمام ها هي الفكرة لازم تكون جاهز تماماً لازم تكون جاهز ونحن عم نحكي عن الزواج أنه يعني أنا دائماً بقول لما كنا عم نحكي في فيديو بالجرافيك أنت مسجله أنه أنت لحتى تعمل بورتفوليو جميل مو تروح تشوف شركات شو طالبة بعدين تقول أوه هلأ صار لازم أعمل بورتفوليو لا أنت لازم تكون عم تعمل بشكل مستمر ولما بيوصلك لما بتشعر بنفسك أنه بحاجة شغل أو في وظيفة عمل هذا الشيء جاهز موجود أصلاً أنت تكونت عندك هذا الشيء نفسه هذا الشيء نفسه لما شخص بيسألني أنه أنا بدي أختص بالجرافيك بالجرافيك خلينه ما لحقول فوتوشوب لحنقول سؤال أرقة شوي بدي أختص بالجرافيك تمام تمام بقول له أنت ما فيك تختص بالجرافيك بالبداية بدك يعني هذا الاختصاص يمكن يمكن بده عشر سنوات لحتى شخص يقول أنا اكتفيت من كل المجالات الثانية ولحركز مجهودي على هذا المجال صح وناز جداً عظماء بيعملوا هذا الشيء يعني أشخاص مثل بيل جيتس مثلاً بتلاحظ أنه مايكروسوفت عم تشتغل بيل جيمينج عم تشتغل بالتكنولوجيا بالميتافيرس وآخر شيء بيقلك ولكن أنا لحأترك بيل جيتس بيقلك لحأترك كلها والتفت للعمل الخيري صح صح ها هي الفكرة بس أنا فيه شيء دائماً بيختار لي شغلة أستاذ نور أنه بدي منك هيك بس رسالة صغيرة قبل ما نبدأ لكل شخص بيقلك أنا بدي احترف الجرافيك بشهر هذا السؤال الخطلير يعني شوف لحتى جاوبك أي شخص بيحترف الجرافيك مو التعريف للاحتراف دائماً بيقوله للناس أنه هو البيع أنت بعت إذن أنت محترف محمد صلاح محترف في ليفربول إذن هو يلعب لأجل المال ما عم يلعب لأجل مجد إنجليترا ولا لأجل مجد ليفربول هو عم يلعب لأجل المال وهذا الشيء شفناه بآخر شهرين لما طلب سعر زيادة وما أعطوه زيادة فهدد أنه يترك الفريق إذن أنا عم ألعب لأجل المال وميسي لما ما أعطوه راح لفريق تاني ما بيهمه برشلونة ولا بيهمه هو محترف أنا محترف إذن أنا ألعب لأجل المال تحديدا ولذلك أنت لما بدك تصير صمم الجرافيك محترف إذن أنت بدك تبيع بيع حصل الفلوس أنت محترف إن شاء الله كان عم تعمل ديزاين لمحل حلويات بآخر الشارع أو عم تعمل للمبي سي أنت محترف اسمك هلأ بارع أو لست بارع هذا أمر مختلف شخص بارع عم تعمل تصاميم رائع هلأ أنا محترف أنا ببيع كثير تمام ولكن أنا أنا لست ببراعة مصطفى أمي مثلا واحد من المصممي الجرافيك اللي أنا مصممي اللوغويات هذا مختص لوجوز بس أنا بنظر للديزاينات كيف عمل هذا الديزاين كيف خطر بباله شيء فعلا فضيع أنه كيف خطر بباله هذا الديزاين فأنا شخص محترف ببيع كثير ولكن لست بارع أنا بنفذ مهام خلينا نقول أنا بنفذ مهام وأنا اللي بعلمه على القناة للناس أنه أنت كيف تنفذ المهام تنفذ هلأ من حوالي ثلاث سنوات بال2017 أنا عملت كورس موجود على Udemy عم بحكي فيه عن UX UI وهي الأمور فبحكي فيه دراسات كتير فيه أشخاص طلعوا من الكورس تصاميم رائعة قال له أنا ما بقدر أعمل هاي الديزاينات يقول لي أنا كان عندي الفن بس ما عارف الأقاعد تماما معارف القواعد يعني ودائما على فكرة كتير نازع بتكون موجودة يعني أنا بسرط بالحديث فلما بيكون فيه تغيير خبر تمام تمام خد راتك عندي زوج خالتي أنا موجود هو بالسويد هو رسام كاريكاتور تمام رسام كاريكاتور من من الثمانينات يعني قد يش عم نحكي أرضعين سنة من فترة حوالي سنتين طلب مني تصميم موقع انترنت فبدو لوجو موقع انترنت أنا اكتشفت أنه هو إنسان فاشل جدا بالجرافيك تخيل هو رسام كاريكاتور من 40 سنة ولكن لأنه هو فنان والفنان غير ملتزم بالقواعد الجرافيك ديزاينا ملتزم بالقواعد الفنان غير ملتزم بالقواعد ما بيقدر الفنان بكل بساطة يوضع لون أصفر قام تجي تسأله ليش وضعت اللون الأصفر أنا هيك حسيت فني أنا هيك حسيت تماما 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 الاجرافيك لا الاجرافيك بدأك تقول لي انت وضعت لون الأصفر لمسحوق الغسيل لحتى أنت تبيع ولا لحتى تلفت نظر ولا لحتى وهذا الشيء ما نشوفه بألعاب الأطفال ألعاب الأطفال بتلاقيها كل ألوان ما بتلاقي ما بتلاقي لون هذا المنتصف بتلاقي ألوان أصفر أحمر أخضر تباين مو طبيعي تباين لأنه الطفل لها لا ما لاحشوفه لون تركواز مثلا وآخر شيء بيروح بيمسك جهاز التلفزيون أنا بيتكوهم أنا مع الأخ آخر شيء بيروح بيمسك الجهاز يعني آ Conan تباين أنا بنتي بجبلة اللابي بتلعب بالكرتون الكرتون عليه جهاز التلفزيون يا رجل نفاضة نفك طبي يا أخي انت شو بدك بالصحن طايع لأن هذه الفكرة هون يعني بس أنا فيه سؤال هك دائما يعني الجرافيك ديزاين له قوانين له أصول خلينا نحكي فيه له مثل ما بنحكي أنه حسب الشيء اللي أنت عم تتوجه عليه تمام؟ بس بنفس الوقت أحيانا منفكر أنه هو كمان شيء إبداعي يعني هو كمان شيء مرتبط بالإبداع في حال في حال أنت كنت من الأشخاص المتل ما أنت حكيت الأشخاص الخلاقين المبتعين تمام؟ طب هي كيف فيه الشخص يوازن يعني أنا هاي الشغلة اللي ما عم أقدر أفهم بشكل صحيح كيف فيه شخص يوازن بين أنه هو يعطي فنه الغريب الخارج عن التطور الخارج عن الإطار الحالي بنفس الوقت يلتزم بالقواعد يعني هلأ أنت لو عم لو عم نصمم نحن لوغو مثلا مثل هاي الشعارات اللي عم نشوفها هلأ بأسفل هاي الشاشة مهما كنت فنان مهما كنت فنان ولكن بالنهاية أنت في عدة قواعد لازم تكون التزم فيها مثل أنه هلأ لحنا لما صغرنا الشاشة هذا اللوغو لازم تكون ظاهر فأنت فنك ما لازم يخرج عن قاعدة أنه هذا اللوغو ممكن يكون آيقونة لموبايل تمام هذا الجرافيك أما لو أنت هذا فنك إليك عم تعرض بمتحف كبير أو عم تعمل أي شيء وأنت مسيطر بشكل تام جدا أنت على كل الجوانب هذا رأيك الشخصي بس طالما في مشاهدين يعني نحن بنعرف أنه بالمعارض الفنية أنت لما تدخل صعب جدا أنت أنك تسأله للفنان أنت شو شايف بهذه اللوحة بيقول لك أنت شو شايف أيها تماما أنت شو شايف أنا شو شايف أنا اللي شفته وعملته أنا هذا اللي شفته اللي عملته يعني أنا لحتى الناس تعرف أنا عندي خالتي وجوز خالتي وخالي كلهم خرجين كليات الفنون الجميلة وهذا النقاش أنا دائر دائما بشكل دائم بينهم يعني أنا عم حضر كنت من فترة من حوالي سنة لحلقة مع خالتي خالتي كمان موجودة بالسويد وهي عندها معارض معروفة يعني أخذ أكثر من جائزة بالسويد مو بس بالرسم يعني هذا الموضوع اللي بنحكي فيه الفن أنه هو مو بس اللوحات الفنية اللي عم نشوفها إنما مثلا عملت تعرف علاقة الملابس تمام كان في فكرة مثلا بدون يعملوا الناس أنه تتبرع بملابسها الأديمة للاجئين اللي إجوا للسويد فعملت علاقة ملابس بقياس خمسين متر بارتفاق خمسة وعشرين متر هائلة جدا جدا ضخمة ووضعتها هيكي بتوصل للأرض والناس اللي بتجي توضع ملابسها فيها وفيها هيكي أدواء هاي فكرة تمام هلا هاي فكرة ما بتختلف بالجرافيك ديزاينر هاي بديه فنان صحة هون بديه فنان لذلك يعني ممكن نحن نختصر فكرة أنه فيه فرق بين أنه تكون أنت جرافيك ديزاينر عم تشتغل من أجل مثلا بيزنز معين أو أنك بدك تحقق إراد من هذا الجرافيك أو التصميم اللي عم تعمله وبين أنك أنت تشتغل شي لنفسك تماما الجرافيك الجرافيك ديزاينر همه البيع همه المال بدك أنت تبيع في عندك منتج بدك تبيعه موقع الإنترنت بدك تبيعه فيه تسويق لذلك أنا دائما أقول الجرافيك ديزاينر هو مسوق مرئي مسوق بالصورة أما الفنان ليس مسوق بالصورة الفنان هو عم يوصل لك فكرة هو عم يوصل لك إحساس عم يلامس عواطفك الجرافيك ديزاينر بده يلامس جيبتك أكثر من عواطفك بده يوصل لجيبتك على فكرة هاي نقطة اللي تبع الجيبة يعني دائما فيه شغلة فيه سؤال يتكرر بكثرة و المشكلة أنه دائما دائما ما فيه جواب صريح لأله فأنا حاب أسمع جوابك بهاي الشغلة إذا قدرت لا رح تقدر لأنه أنا شفت جوابك وجدا أقنعني جدا جدا أقنعني التصميم أو أي عمل حر خلينا نحكي لما بدك تقدمه لعميل بدك تسعره تمام تمام بالموضوع فيه نظرية أنا في فيديو كنت عم بيحكي فيه عن شيء اسمه نظرية اللعبة تمام هاي لجون ناش واحد أخذ عالم رياضيات أخذ جائزة نوبل على نظرية اللعبة لهاي المفاوضات بيقلك أنه حاليا إذا إجا شخص تمام وقال فيه مئة دولار تمام هاي المئة دولار أنت يا نور لح تاخدها وبتعطي منها لأراس قد ما بدك تمام فأنا هاي المئة دولار حاليا معي أنا إذا ما أعطيتك شيء لح تغضب أنت آه عفواً نسيت فيه شرط الشرط أنه نحن الاثنين نقبل آه حل أنه نحن الاثنين لازم نقبل إذا اتفقنا كله تمام منتقاسم ما قبلنا بياخد المئة دولار وبيمشي تمام فأنا إذا ما أعطيتك شيء ملح تقبل إذا أعطيتك عشرة دولار فأنت عشرة دولار أفضل من صفر صح صح ولكن لح تقول بس أنت غشاش أنت عم جشع عم تاخد تسعين دولار صح بجي بعطيك عشرين تقول آه أفضل عشرين ولكن بعدك غشاش بيقلك أفضل النسبة هي أني إذا أعطيتك أنا ستين بستين وعطيتك أربعين لأنه أنا ما لح أعطيك أكثر ما لح أعطيك خمسين بخمسين أنا هاي ملكي أنا هاي المية صارت ملكي حاليا وأنا مستعد ضحي بالمية شوف أنا جزار أنا مستعد ضحي بالمية ولا تاخد شيء أنت ولكن لحتى أحصل على ستين لح أعطيك أربعين تمام بيقول لك هاي أفضل نسبة لح بتكون أني أنا أخذ ستين إلي وأعطيك أربعين هلأ لنحول هذا الكلام لسوق الجرافيك فيه زبون زبون يلي هو يلي عم يشتري خلينا نقول كيس الماكرونة مثلا جميل هذا بده يدفع للمول والمول عم يدفع لصاحب المعمل صاحب المعمل حاليا بده يعطيك أجر التصميم فهذا أجر التصميم إذا هو متفق معك في هذا الأجر فهو عم يأخذ فلوس والفلوس موجودة فأنت هون قديش لح ترضى لح تقل له أنت الكيس مثلا عم تبيعه بـ 2 دولار قديش دك تعطيه النسبة من الكيس هو اللي حيقلك أنا نسبتي من هذا الكيس اللي هو 2 دولار نسبة الربح عفوا هو 30 سنت فأنا بعطيك منهم 5 سنت عرفت كيف حسابات كتير خطيرة بدك دخل فيها هلأ لح تنسهل للعالم أكتر أنه الطريقة المبسطة للأعمال الأبسط الطريقة المبسطة بشكل رئيسي بشكل رئيسي هو حسب زبونك مين هو تمام لأنه الزبون بيشتري قيمته بالنهاية MBC ما لح تدفع 5 دولار للشعار ما لح تروح على مواقع خمسات تمام محل مشهور ما لح يروح عليه المواقع إذن هو لما جاي لعندك هو جاي لعندك لأنه هو واثق فيك لذلك هو واثق فيك أنت بدك تقدمه شوف انتبه للفكرة أنا لما بروح لأشتري سيارة مرسيدس أنا بعرف حالي أشتري سيارة بسعر غالي كلنا بنعرف سيارات مرسيدس سعر غالي ولكن أنا لما بجلس بالسيارة وبلاقي أنه أنا في زر عم يفتح لي مراي مثلا هيك من الأعلى هاي مكلفة سيارة مرسيدس يمكن دولار ولكن ولكن أعطتك شعور أنا بالمرسيدس مرسيدس معلم إنت لح تطلع مع سيارة تانية خلينا نقول سيارة أخف رينو مثلا لح تطلع رينو تقول له أنت عندك مثل هاي أيوه أنت هاي الشغلة اللطيفة يعني الصغير اللي هكتس وشي والسيارة والمحرك وتركت كل شيء وتقول له أنت بتقدر تعمل المراية بهذا الشكل أنت بتقدر تعمل الضو واللي عاش تجربة المرسيدس أنا الهلا ما حظيت في مرسيدس اللي عاش تجربة المرسيدس بيعرف تماما عن الأمور روز رايز مثلا سيارة روز رايز في عندهم فكرة خطيرة أنه بباب الشوفير بتفتح بتلاقي فيه مظلة بتعمل هيك تلاقي فيه مظلة بالباب بتقدر الناس تشوفها يعني بس كتاب روز رايز أمبريلا بتلاقي الناس تقدر تشوفها فهي الفكرة هي ميزة روز رايز شوف شو بيعطوك هكذا موضوع بسيط طيب أنا لما بيجي شخص لعندي مثلا وهذا الشخص عام يقول لي أنه أنا بدي أعمل أنا كنور حمصي بيقول لي بدي أعمل أنا بمية دولار مثلا لوغو تمام أنت بدك لوغو تبع نور حمصي ولا لوغو تبع ديزاينر لوغو تبع نور حمصي شو يعني يعني أنك مو مو أنا لححط قدرات أكتر شو يعني حط قدرات أكتر أنا لحزود اللون الأحمر مثلا أو لححط خطين شو الفرق الفرق أنه أنت لحتقول للناس أنه هذا اللوغو صمم لي أنور حمصي أو أراس ولا أنت لحتقول أنا عملت لوغو تمام بدون ما يذكر أنه في مصمم أنا عم بيعك اسم أولا عم بيعك اسم تمام ما في اسم نحن عم نقول شخص ما عم يبيع اسم عم نحكي أنه شخص عم يبيع بشكل عادي تمام أنت بتشوف هذا الزبون هذا الزبون هل أنت عندك القدرة أنك أنت ترفع ليش؟ لأنه أنت لما تروح تشتري أميس مثلا لما تشتري تي شيرت تمام حلو ما أعرف وين الناس أوك خلينا نحكي بهذه الطريقة لما أنت تشتري تي شيرت من محل رخيص خلينا نقول بعشرة دولار لاحة تروح وتجلس مع رفقاتك بالقهوة بس لما تروح أنت ل جورجو أرماني تشتري أميس بمئة دولار أنت لا تخلي حدا ما تحكي له أنك شتريت صح يا جماعة تماما عرفت نفس مدرق آيفون على فكرة يعني تماما مئة بالمئة ميسات صغيرة جدا ولكن الشعور يعني العفوان بس شعور البريميوم أنه أنت ما أخذ شي بريميوم عرفت عليه تماما هاي الفكرة يعني ودائما بيحكوه معروفة أبل نفسها بتحكيها ولو أنه ما أحب أنا كتير تسويقات أبل ولكن فرض نفسها يعني أبل بتحكيها بتقولك أنا عم بيعك أنك أنت تقول كلمة أنا حامل آيفون هلأ شو فيه كاميرا إلا بتحكي فنان موجود حامل موبايل LG مثلا كله بده يحمل آيفون مجددا صايرة المراتب العليا من سامسونج من سامسونج عم تدخل لأنه سامسونج عم تقحم موبايلاتها تسويقيا تسويقيا عم تقحمها أقهام بالمسلسلات ولكن سامسونج بما أنه نحنا مرتبط عنا لا زال لسه بالإلكترونيات والغسالة تمام لسهار لكم هدفي نفسه يعني تماما رغم أنه أنا يعني بستخدم سامسونج ولكن شوف الناس بتعرف حاليا أنه أي شخص بيحمل هواوي هو بيحمله لأنه سعره أرخص صح بس تمام مهما كان فيه ميزات وبتحاول أنت تقنع ولكن هذا الكاميرا فيه مئة ميجا أوكي أنت واضح أنك أنت ممعك ثمن الآيفون وشبت هذا وانتهى الموضوع فهذا اللي عم نحكي أنت لما بتجي عم تحكي هذا الكلام لزبونك تمام لما عم تقوله أنك أنت لح تروح تقول لرفيك أنا أنا والله هذا اللوغو دفعت عليه ألف دولار مثلا صعب أنت تقنع زبون شعبي بهذا الكام نكون صريحين صعب أن أروح لشخص أني أقنع بهذا الكام كيف يعني أنا شخص عنده محل حلويات هذا الشخص من بداية اليوم لنهاية اليوم هو مدخوله مثلا الألف دولار صعب جدا يجي يدفع لك ألف دولار ثمن اللوغو تمام فأنت كمان هذا اللي عم تقول حسب الزبون تبدأ تشوف هذا الزبون شو شو إنتاجيته شو الإنكم تابعه البزنس تابعه كيف شو عم يشتغل يعني مثلا اليوم أحيانا حتى عندنا هون مثلا نحن بالعراق على سبيل المثال في عندك زباين بتكون مثلا شركات عملاقة شركات إلى سمعة شركات يعني عم بتحاول تنشر اسمها بنفس الوقت بتلاقي مثلا فيه شخص عنده محل ألبسة عرفت عليه شلون صحيح مدخوله أدوب أدوب يعني يمشي له أموره بده يعمل لوغو هذا الشخص يعني هذا صعب جدا أنت تجي تعمله نظريات التصميم حاليا هذا مهم ونظريات التصميم هذا اللي بقوله دائما للناس أنه أنت لما تحكي مع الزبون إياك تذكر له اللون الأحمر والأصفر والنسبة الذهبية ما حدا مهتم بهذه الأمور أنت تحديدا كلمة واحدة فقط بتقول للزبون بتقول له لعميلك بتقول له كلمة واحدة بتقول له هذا اللوغو اللي حيجب لك مبيعات أكثر فقط هذا اللي مهتم فيه ليش تحجب لك؟ هاي تكرب بالحكي أيوة هاي اللي بدنا نسمع منك هو ليش لحجب لك مبيعات أكثر لأنه أنت حاليا عم تبيع عطيني أي منتج مثلا هذا الميكروفون أنت عم تبيع هذا الميكروفون بخمسة دولار مثلا ولكن لما تضع عليه لوغو وبيظهر بشكل أنيق وعلبة معلّب وكل شيء أنت قادر ترفع من خمسة دولار لسبعة دولار مثلا هذول اتنين دولار أنت صحيح أنا أخدت منك مثلا مئة دولار ولكن هذول المئة دولار أنت تحصنهم بعشرين ميكروفون والباقي مرابح لحظل عم تربح لآخر عمرك أنت بسبب تغيير الشكل شو الفكرة لك من عملية لأنت لما تشري مسحوق غسيل وبيعمل لك إعلان متكلفة على هذا الإعلان وبيقول لك بالشكل الجديد شو هذا الشكل الجديد أنا شو مستفيد من الشكل الجديد بالشكل الجديد صحيح؟ نمارا شو أنا بدي حطه مزهرية مثلا أو بيقول لك مثلا لبياض أنصع طيب شو هو البياض الأنصع أنت اللي قبله كنت عم تقول لي بياض أنصع أنت لقيت أبيض فوق الأبيض اللي قبل يا أما خانت فيه الأصفر يعني فيه مشكلة عندك أنا عرفتها لي تماما هي كلها جمل تسويئية صعب جدا أنت تروح تقول لمعمل مثلا عم يأنتج مسحوق قسير يروح وقول للناس استخدمنا النسبة الذهبية بتصميم الشكل الجديد الناس شو بهم شو النسبة الذهبية زودنا اللون الأحمر بالعلبة بالكفر الناس ما بيهمها الناس بيهمها شو الناس بيهمها أنه هذا المنتج لازال موجود يعني هذا اللي نحكي لحنا للناس أنه آيفون مضطرة هي و سامسونج وكلهم مضطرين كل سنة كل سنة يعملوا موبايل جديد ليش؟ لحتى يقول للناس لازلنا موجودين صحيح ولكن الناس ما بتبدل موبايلها كل سنة الناس معدل تبديل الموبايل على الأقل في ثلاث لأربع سنوات كل أربع سنوات لحتى شخص يبدل موبايلها ولكن هنه عم يستخدم عم يستخدم دائما الزبون الجديد دائما الزبون الجديد أو ما يسمى بالسويتشينج اللي عم ينتقل من منتج لمنتج من منتج لمنتج أو حتى تذكير دائما يعني مثل هلأ أحيانا بنحكي شغلة بتفتح أي مقطع يوتيوب تمام؟ يعني بالله نحن عنا هون بنلاحظ أنه 50% إعلانات كوكاكولا مثلا صحيح لازم تعرف الناس كما هو تذكير مولى للشخص اللي عم يشرب الكولا نفسه هو تذكير ل بشركات طبعا مثل كوكاكولا نحن عم نحكي هو تذكير لأصحاب الأسهم اللي عم يوضعوا لأنه فيه تقارير بدأت تقدم يعني موضوع كنا عم نحكي قبل شوية تحت الهواء عم نحكي أنه كنا عم نحكي قبل شوية تحت الهواء عم نحكي أنه آخر مرحلة هي الكمبيوتر آخر شيء يعني الكمبيوتر هو المرحلة النهائية بعد ثقافة ثقافة يعني في جملة شاعر شخص راح لعند أبو نواس قال له أنا بدي يصير شاعر ما وفع إذا الناس تعرفين كم مشهولة للقصة شخص راح لعند أبو نواس قال له أنا بدي يصير شاعر قال له روح حفاظ ألف بيت راح حفاظ ألف بيت قال له روح نساهن تمام؟ إذا كتحفاظ ألف بيت وتروح تنساهن هلأ بتبلش بتصير شاعر شو يعني بدي خبرة بدي خبرة كتير يعني أنا هلأ تماما في فرق أنا هلأ جدا كبير شوفوا هلأ شخص عام يقول لك أنا الصبح استيقظت الساعة السادسة صباحا وذهبت إلى العمل سمع هلأ قال له وقد استيقظت سادسة من الصباح وذهبت إلى عملي طب شو الفرق بين هاي وهاي في طريقة إلقاء هذا هو الـ هون في منتج هون في كلام وهون في كلام أنت قدمت هذا الكلام بطريقة مختلفة هون في مسحوق غسيل بعلبة بيضاء وهون في مسحوق غسيل بعلبة حمراء وهون بعلبة زرقاء يعني أنا دائما بجيب مثال أنا لما كنت في الإمارات واحدة من يمكن أكتر الأمور التسويقية الناجحة بالـ لما بيوم الإيام كنت عم بمشي بالمون لقيت نحن معتعدين دائما على مسحوق الغسيل اللون العلبة هو أبيض أو أزرق تمام لا يعبر لك ماء أو نقاء أو نظافة يوم من الأيام كنت عم بمشي وفلقيت علبة بلون أسود أسود كتير لون غريب طبعا هذا الكلام قديم يعني حوالي 2010 يمكننا حكي 12 سنة هلأ صار طبيعي جدا أنك تلاقيه هذا بدأته بيرسيل لحتى يسوقوا أن هذا المسحوق خاص بالعبايات عم يسوقوا للمرأة الخليجية أن هذا مسحوق للعبايات فصارت المرأة الخليجية ما تشتري إلا من هذا شوف شو الفكرة الرهيبة هاي الفكرة ليست فكرة غرافيك ديزاينر هاي فكرة مسوق فكرة بيزنس فكرة صاحب المعمل وكتير أفكار فلذلك أنا وقت ناس بتكتب أنه العميل اتدخل بتصميمي طبعا بده يتدخل بتصميمك مية بالمية يعني أنت مهما مهما كنت أنت بتعرف نرجع لمحل الحلويات مهما كنت بتعرف أنت تعمل القناة في نابلسية ما لح تكون تعرف قده تماما أعطوا الخبز لخبازه بالنهاية أنت صح يعني أنا في عندي نقطة صاحب البزنس هو في فكرة براسه أحيانا طبعا مو دائما كمان أحيانا في شخص بيجي بيحكي لك أنه عمول شي أنت بتشوفه مناسب صحيح بس في بعض الأحيان بيجي شخص هو في شي براسه بس ما بيعرف يستخدم الأدوات ما عنده طريقة أبداعية ليطلع ما بيجي بيعتمد على جرافيك ديزاينر أنا 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 هذا الزبون بعشاو أنا هذا الزبون يلي بيجلس أمامي هون وبيقول لي عمل هيك وعمل هيك ممتاز خلصنا انتهينا ممتاز طبعت له عطاني فلوسي وراح هذا رائع هات ليش لا تتركني أنا أسهر بالليل وعمفكر أنا بنظريات التصميم وتاني يوم أبعتلك وتقول لي ما مشي الحال خلصني عطيني فلوس تماما تماما شايفين كيف أنا دايما عم ركز للناس المصمم المحترث هو المصمم يلي بيقبط فلوس بس قبط فلوس لما يصير معك فلوس لما يصير معك مصاري تأكد تماما انه كل هاي النظريات بتصير شيء سانوي بالنسبة لك على فكرة هي دايما يعني فيه نقطة اللي بتخلي دايما الناس بتفكر أنا بدي يصير أنا 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 طب يا أخي انت بالنهاية ما شو عم توصل ما بدك بنهاية إيراد بدك شيء يوصل لعندك لتعمل شيء أنت بتحبه بالنهاية صحيح خلاص يعني خلي الإنسان يكون واقعي بهذا الموضوع ولاحظ على فكرة موضوع المصاري تحصيل المصاري هاد هو اللي بيقود كل شيء يعني في مقابلة كان على الراديو مونتيكار لو كنت عم بحكي فيه عن موضوع التصميم وكل أمور قالوا لي انه عطينا نصيحة عطيها للشباب قلت له اتبع مسار المال قالوا لي نزعتها قلت له لا هو هاد اتبع مسار المال وين فيه مال الحاء المال ولكن ليس المال نفسه يعني بقصد أنا أنا هلأ كشخص أنا لازلت ببدايتي أنا عم يجيني كل شهر زبون واحد تمام لا أزل يعني العمل ببدايته أنا بدي أشتغل كل شيء بدي أشتغل ويب وديزاين وغرافيك وكتب وبيزنس كارب هلأ بعد فترة لما بصير أنت عندك مئة زبون عم يجيك بالشهر بصير بيجيك الزبون يلي عم يدفع المئة دولار بتقول له والله ما عندي وقت أنا حابب أني أشتغلك بس أنا ما عندي وقت فيه زبون دفع لي خمسمائة دولار خمس أضعافك إلا إذا أنت مثلا أبي أو خالي تمام هذا شيء تاني تماما ومن ناحية تاني مثلا هلأ أنا حكيت للناس أنه أنا من حوالي أكثر من ثلاث سنوات أنا وقفت تماما تماما عن الغرافيك ديزاين يعني أنا صرت أشتغل الشغلات جدا بسيطة أنا ملتفت للويب ديزاين ليش؟ الويب ديزاين محاقق لي إيراد أكتر شوف الاختصاص شلون قاده المال صح صح أنا لما لقيت أنه الويب ديزاين محاقق لي مال إذن هذا الغرافيك أنا عم يأخذ عفوا الغرافيك عم يأخذ عم يأخذ من وقت إذن الغرافيك ليس أنك أنت تكون جشع أنك تحصل المال ولكن لحتى بس بس تعرف أنت العالم وين عم يتجه لاحظوا هلأ فيسبوك بكل عظمته ما بيجي الفيسبوك بيقولك نحنا بدنا نواصل نعمل اتصال بين الناس ببعضها أو شو بيهمه الفيسبوك بيهمه يوضع لك إعلان بيهمه يأخذ الداة تبعك ويبيعها هذا اللي مهم بالموضوع عم يطلع هيك يعني بالنهاية الشغلة يريد زكاء أنت مش أنه مثل ما حكيت أنه جشع أنه أنت بدك تروح بس مشان أنه أنا حياتي كل ما لا بس يعني واحد يفكر بزكاء أنا عم أقضي على سبيل المثال ساعة كاملة من حياتي بهذا المجال عم أقبض مثلا مئة دولار بهذا المجال عم أقبض ألف دولار صحيح أنا ليلة ضيع ساعة كاملة مشان مية وأنا فيني ضيع مشان ألف تمام تماما وهي الألف لح تريحني تسع ساعات يعني أنت إذا ساعتك بمية لح تريحني تسع ساعات هاي تسع ساعات أنت ما لح ترتاح تجلس قهوة تشرب قهوة أنت لح تروح عم تكون عم تتعلم بهاي تسع ساعات شيء لح يحول الألف لألفين أي شيء تمام وكل ما لبينقص من الوقت حتى اللي عندك يعني 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 حاليا حاليا أنا أو أي يعني أو أي شخص يعني بهذا المكان أنا بقضي وقت على التعلم أكتر بكثير أو التعلم والتسويق أكتر مثل أبل مثلا أبل يمكن الآيفون 16 حاليا موجود الآيفون 16 هلأ قديش هو الـ 12 أو 13 اللي موجود يمكن الـ 16 موجود حاليا بس ما بتنزله للسوق ليش بينطروا الناس خلين الناس شوي تعيش وخلين الناس ومن نزل وأنا دائما هيك بقول للأشخاص اللي بدي يبدأ قناة يوتيوب بفكرة 50 فيديو جاهزة بدماغك صح صح يعني أنا ببداية القناة كنت كل يوم نزل فيديو بعدين صرت كل أسبوع حاليا كل شهرين حاليا لنزل فيديو ويكون فيديو طويل ومثمر للناس خلص الناس عرفتني حاليا وبتعرف هو الرايح لعند نور حمصي ليستفيد صح وغيري أنت عطيت أساسا العفو منك بس أنت عطيت محتوى ضخم بالبداية يعني عرفت عليه كيف يعني أنا وغيري خلينا نقول يعني ووقفت تحديدا عن لغرافيك لما دخل كمان أشخاص كتير وجدت أنه هذول الأشخاص صاروا عم يسدوا الفراغ أفضل مني فأنا يبدو صار لازم ابتعد عن هذا المكان في مكان تاني في فراغ لاحظ لاحظ بدك يكون الشخص ديناميكي ما فيك تضل جالس أنت ما فيك تقول أنا حاليا بدي أشتغل بتصميم اللوغوز وأنا إذا بيجيني ألف بوستر ما لحق أشتغله ما فيك بدك تكون شخص ديناميكي بدك تقول صح صح طيب يعني أنا بشوف ناس بتكون عم تبعتلي بالتوتر مثلا أنا فيك بوستر مثلا عم صمو أن الصور المرفقة موجودة طب أنت عم تطلب مني الصور لتساوي نفس تصميمي شو الفائدة شو لح تستفيد بدك تكون كتير حرك موضوع موضوع متعب يعني الناس مو عارفة حاليا قديش الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل خطيرة وصل لمراحل إذا أنت ما بتسبق الذكاء الاصطناعي تخيل لح تنقرض يعني في عالم بتفكر نظرية التطور هي شيء له علاقة بداروين نظرية التطور ليست نظرية أحياء وقرد وإنسان نظرية التطور هاي كل شي هاي هي اللي ما بي آمن فيها أحيائيا لا تآمن فيها أحيائيا وما بيهمك ما بيهمك شو أصل الإنسان ولكن البقاء للأصلح نوكيا بقمت انهارت ليش انهارت خربيتها انخربيتها ليش لأنه لأن نوكيا لآخر لحظة وهي عم تركز على موضوع الهاردوير الناس الناس انتقلت للسوفتوير وهن لازالوا أنه لأ نحنا الهاردوير لاحظ حاليا من وقت من لما راحت نوكيا لحد اليوم أشكال الموبايلات وحدة والناس مو مد عادي يعني هو شكل الموبايل هذا الجهاز المستطيل المربع وما عنده مشكلة نوكيا اللي أفتت لك وحطته هيك وعملته هيك انه خلاص يعطيني يعطيني يعني شي داخلي وكان لها وقتها ولكن ستيف جوبس غير مفاهيم اللعبة كلها غير المفهوم كله ولو انه مو بهذا ولو انه مو بهذا القدر ولكن يعني بتصور أنا بالجرافيك ديزاين بالقناة أنا عملت هذا التغيير يلي هو من بداية البودكاست وأنا عم بحكي عن موضوع أنه أنا شفت شيء ناقص فيه نقص شو هو النقص الناس كلنا عم تسأل عن الفوتوشوب عن الإلستريتر ما حدا عم يسأل عن موضوع التوازن بالتصميم ما حدا شايف هذا الموضوع تمام فلذلك أول شخص أنا عملت على اليوتيوب أو على الإنترنت حتى قواعد التصميم الأكاديمي أنه يا جماعة فيه شيء قبل قبل رجع رجع لورا وحاليا كل شيء بتشوفه كل شيء بتشوفه على اليوتيوب أو منصات التعليم هن مأخوضين من المحتوى اللي أنا جبته يلي هو جمعته من محتوى أجنبي كمان بيأخدوه وبيوزعوه بيأخدوه وبيعملوه تمام لأنه أنا أول أول شخص عملت هذا الموضوع أنه أنا وجدت أنه هاي البرامج أنت كيف عم تشتغل بالبرامج كيف أنت بدك تنزل تقود السيارة وأنت ما بتعرف وين زر الخطر شو اسمه زر الخطر المسلس ما بعرف وهذا هو الهزر تريانجلا توقع الهزر تمام الرباعي أنت هلأ بهاي اللحظة ما رح تستخدمه ولكن أنت باللحظة اللي لح تستخدم فيها زر الخطر لحتى في حادث اللح يصير أو في شي أنت ما معك وقت للتفكير أنت لازم بربع ثانية بأرضة خلاص يعني هاي لازم تكون عندك مثل سرعة بديهة بس بالنهاية لازم تنبنى على أساس وأنا بتوقع أنت حكيت لي أنك عامل هذا الفيديو اللي شارح فيه كل شيء بالتفصيل عن موضوع الربط بين هاي القصص موجود عندك على قناة اليوتيوب صح؟ الويب ايه الويب موجود وفيه الجرافيك فيه واحد عم بحكي فيه مسار بالجرافيك كمان اللي حدعت لك يا لحتى تشاركه ياريت والله لأنه شاركه لأنه كتير مهم هذا الموضوع حصرا اللي الناس أنا بتوقع أنه غالبا شي 80% لـ 90% اللي عم بيدخله جديد أساسا ما عم بيعرفوا هالفكرة أنه لازم يعرفوه بالأساس وما بس بيفكروا أنه لأ أدوات أنا بدي تعلم فوتوشوب أنا صلت مصمم أنا تعلم بلوستريتر أنا صلت بصمم لوجوات هلأ شوف شوف لأننا نكون واقعيين بتقدر يعني بتعرف أنت أنه أي شخص بيقدر يصمم لوجو على الموبايل حالياً من شوفه على الموبايل أو على الرسام وبتبيع ما في أي مشكلة تمام بس أنت ملحة ملحة بيع لمستويات لمستويات ملحة بيع لأبل ملحة بيع لأبو زياد أبو حسين وهذا شيء ممتاز يعني هذا شيء ممتاز يعني أنا دائماً كنت أقول شو الفرق بين لما تفوت أنت لشارع ملبوسات اللي هو شارع الماركات بيسموه بكل بلد في شارع للبراندات العالية شو الفرق بين هات وبين الشارع اللي خلفه تماماً يلي يلي البياعين حاطين على الأرض الطاولات شو الفرق بين هات وهات في فرق أنه هذا عمل نفس التياب ممكن تكون هذا عمل سبوتلايت هيك وعمل مانيكان لحتى يعرض هذا عم يعرض بطريقة مختلفة مثل ما أنا حالياً عم بعرض أنا لما عم قول هذا كل يوم على المجموع أنه أنا مصمم جرافيك عم قدم الجرافيك بطريقة مختلفة فقط عم قدم أنا مقدم أفضل من غيري لست مصمم أفضل أنا عم قدم أفضل من غيري مثل ما كنا عم نحكي أنه في كتير قنوات موجودة على اليوتيوب يلي هي أنا أخدت ستايله يعني في أنا دائماً كنت أتعلم من الكتب بعدين لما صرت أتعلم من اليوتيوب كان في شخص يقول فايل أوبن يعمل لي هيك أنا ممل متعب جداً كان من نسبه إلي في يوم من الأيام كنت بالإمارات هون هذا يمكن الكلام بالألفين وتسعة أو عشرة فعندي وقت راغ وبيدي أحضر وكنت مولع جداً بالأفتر إفكتس من زمان هلأ ما عاد عندي هذا الولع فدخلت على قناة لشخص اسمه أندرو كريمر هذا أول شخص بشوفه هيك اللي هو أخد ستايله أنا باليوتيوب حلو اسمه أندرو كريمر عنده قناة مشهورة جداً اسمه فيديو كو بايلوت هذا بيحكي فيها عن الأفتر إفكتس وكتير على فكرة من شعرات المسلسلات حالياً آخدين من التوتريالز تبعه وشغلين نفس الشغل شغله جداً هو كيف يبلش هاي قائز اسمه أندرو كريمر آخدين اسمه هيك الكاركتر تبعه خاص كان شيء جداً غريب به لكل وقت أني أنا شوف شخص دائماً كنت أحضر شيء هيك وعامل فأنا حبيت حبيت هذا الستايل وحاولت أقلد هذا الستايل كان شوي جامد صعب بعدين صار أفضل وهي كمان واحدة من الأمور اللي نحكي للناس مارك زيكر بيرغ مؤسس فيسبوك بيقول لك كلمة جاهزة كنت لقيت كل العالم أثرياء كل العالم هكذا هاي الفكرة بدك تتعب بدك تتعب بدك تحط جهدك بدك تحط يعني أنا فيه شغل أحكي لك ياهم كنت بالشغل مثلاً بالبريمير تمام بموضوع المونتاج الفيديو أديتينج فإنه فيه ناس بتقول كانت عم تمشي معي بنفس المستوى يعني عم تمشي معي بنفس الوقت أنا وصلت لمرحلة هني لسه ما وصلوا لعشرة بالمئة من المرحلة فكانوا يسألوا أخي أنت كيف هيك بسرعة وصلت صديقي أنا باليوم كنت أدرس عشر ساعات عشر ساعات مو بس عم أدرس أنا كدراسة نظرية لا قسم عم بدرس نعم قسم عم مارس قسم عم شوف المبدعين شو عم يعملوا الناس شو في أفكار عم بيعملوها بالفيديوهات مثل ما أنت حكيت عن شخص طبع الافتر افكت تمام في شخص اسمه دانيل شفر بالبلمير هذا الزلم أنا بشوفه يعني إذا بيعمل هيك بيطلع معه أبداع فإنه عن جد فيه سبل أكتر أنه الواحد يطلع الناس مو بس أنه أنا تعلمت أداة أنا تعلمت برنامج هل حلو مثل ما حكيت تعلمت فيك تعمل شي بس مش شي عالي مش خيرانك يعني فيه سقف معين يعني هذا اللي بيقودك شو الفرق بين مخرج غير معروف بين حاتم علي مثلا تمام شو اللي بيفرق عن هذا طيب شو الفرق بين شخص حاليا شوفوا انتبهوا معي تماما الموضوع هاد شو الفرق بين شخص عم يعزف على البيانو مثلا خلف راقصة أو خلف مغني وشخص حاليا بقاعة وعم يعزف الكلاسيك الاثنين بيعرفوا النوت الاثنين بيعرفوا النوتات الاثنين بيعرفوا يألفوا موسيقى والاثنين بيعرفوا كل شيء يعملوا وبقول لدائما شو الفرق بين إليسا وبين هاي المغنية وراها الكورس اللي عم تغني اللي وراها ممكن يكون صوتا أفضل ولكن هاي إليسا تسويق أعلى كل الأمور تسويق كل الموضوع هو تسويق وإذا الجرافيك ديزاينر ما بيعرفي سوق لنفسه إذن هو ليس الجرافيك ديزاينر هو تسويق اللي بيسألوا فيه إستاذ دائما والسؤال المصيري والسؤال اللي دائما كل حدا بيدخلها الجرافيك ديزاين أنا كيف بدي لقي عميل الأول إذا عمل لك إذا ما بتعرف تسوق لنفسك مشكلة جدا كبيرة أنا كيف بدي أقنع الزبون عندما كنا عم نحكي كلمة قبل شوي أنه أنت زبونك ما تحكي حاليا بالنسبة الذهبية أنا عملت لك هذا البوستر استخدمت لك فيه أربع صور شو يعني أربع صور استخدم صورة واحدة استخدم عشرين أنا حاليا لحاستخدم لك لون أحمر ما حدا استخدمه هذا كلام فارغ ما فيه الألوان موجودة الصور موجودة كل شيء موجود برجع أقول لما أنت بتحكي للعميل لزبونك أنا أنت أنا لحاعمل لك بوستر تخلي أربع زبائن إذا أنت مطعم مثلا تخلي كل يوم أربع أربع أو تكون محدد دائما أنت بالكلام كل يوم لحاخلي لك أربع زبائن اجداد يدخلوا لعندك يأكلوا تمام بسبب المينو بسبب طريقة توضيح الطعام أو مثلا أنت عندك جالس أنت بالمطعم وشفت المينو أنت هاي بتقوله أنه هاي ما حدا بيقدر يقرأ أنت عم تروح على نفسك أنت أكلات العالم تشتريها تطلبها من عندك بسبب أنه ديزاينك سيء أنا مستعد مش رقع ما عجبون تماما مستعد أعملك ديزاين أفضل بصور لحتى الناس لأنه ما بتطلب ما بتقرأ اسم سكالوب مثلا الناس بتقرأ بتشوف الصورة بتطلع السعر تماما بتشوف الصورة بتطلع السعر وبعدها بتشوف المحتويات تماما هاي إزا ها هاي إزا يعني بدنا يتعبو حروب فإذلك أنا واتعم نجاب على سؤال نحن أنه أنا كيف بحصل على أول عميل بتحصل على بتحصل على أول عميل لما بتفهم عميلك نفسه يعني بدك تفهم أنه أنت لما دخلت لمطعم ما تحكي معه بالنظرية بالنسبة الذهبية بدك تحكي معه أنت للعميل بالرز وبالملوخية بهذه الطريقة بدك تحكي معه ما بتدخل معه أنت بنظريات الجرافيك فبهاي الطريقة بتحصل على على أول زبون وهذا الزبون لحيجب لك الزبون الثاني ولحيجب لك الثالث وتصير شبكة ولكن المهم المهم بكل موضوع الأول بس تعرف كيف تدخل الأول تماما يعني شوف هلأ هون ما بعرف يعني ما بتصور أي حدا أفضل الكاميرا أنا هلأ انتبهت أيوة إيش صار آه عملت الفوكس بس عملت الفوكس أنا ما بتصور أي شخص سامع بكمية صعوبة السوق الألماني سوق شيء يعني يعني إذا الناس بفكرة إذا الناس بتفكر أنه العميل العربي هو عميل مزعج ما شافوا العميل الألماني ما شافوا العميل الألماني العميل الألماني هاد طبعا لأنه دافع فلوص فهو بيدفع لك على الساعة الساعة هون الحد الأدنى هو 9.5 يورو بالساعة يعني 10 يورو بالساعة فأنت إذا أخذت بتصميمك 5 ساعات فهو 50 يورو مشكلة بالنسبة إله هو بدي يدفع ضريبة ويدفع أمور بغض النظر عن هاي الأمور فالناس ما شافت العمل الإلمان فأنا لما دخلت بدي أدخل بسوق العمل الإلماني أنا بدي أسوي إلى نفسي بالمدينة اللي أنا موجود فيها صرت روح للمطعم أنا روح للمطعم أنا تركت عشر سنوات من الخبرة هلأ هذا مو وقته هاد مو وقت غرور الخبرة وغرور أنا حالياً بدأت من الصفر صفر ليس فقط بالتصميم صفر باللغة أنا بعتمد جداً على اللغة بالتسويق حالياً ما عندي لغة ألمانية فأضطررت وما فيك تحكي معه الإنسان الألماني ما فيك تحكي معه بالإنجليزي تحكي معه بالألماني فأنا اضطررت أتعلم لغة وأتعلمها فالفكرة أنه أنا صرت روح للمطعم الفلاني مثلاً أنا جالس بتحب أعملك منو بس أعمل لك قائمة الطعام بس أنا يعني فيني من لمدة مثلاً أربع أشهر أشرب عندك قهوة كل يوم ما أخذ فلوس أشرب عندك قهوة أنا أحب أشرب قهوة بأجي لعندك وهون بصمم لك بأجيب اللابتوب تبعي حلو طريقة تسويقية هي بدي أشتغل بدي أعمل بس هات طبعاً لأنه كان في شوية فلوس موجودة عندي قادر أني أنا أرتاح لفترة شخص أبداً ما فيه والشخص اللي قاعد عن بيت أهله ممتاز يعني مدفوع أجار البيت والكهرب أنا خلاص مكيف وقاعد ومرتاح يعني كل شيء بيجي زايد لأله فأنت إذا لحد هاي اللحظة ما نزلت للمحل اللي تحت البناية أو بآخر الشارع وقلت له أنا لح أعملك ديزاين لواجهت المحل أنت بعدك ما دخلت بسوق العمل يعني لحب أن تنصح الناس أنه يروحوا يجربوا يعني ما يخافوا ما ينحرجوا الشيء طبيعي جداً أي حدا ممكن يسأل يروحوا يفوتوا على أي محل بيعرفوا أنه ممكن يساعدوهم بتصميم ويعرضوا عليهم خدماتهم أكيد ما رح يأكلوهم بالأخير تماماً هاي فكرة جداً رائعة هاي أنك أنت دائماً تعرض خدمات ما حدا بيعرف ما حدا بيعرفك مين ما حدا بيعرف أنه حالياً بمدينة ميونيخ مثلاً في شخص اسمه نور حنصي غرافيك ديزاينر مشهور ما حدا عنده فكرة أنت بدك تروح لهم أنا موجود هون إذا بتحب شيء تاني وبنهاية هذا كل شيء بتكون أنت عملت هيك بيزنس كارت صغير بتركه بالمطعم بتقوله أنه أنه أي حدا مر له عندك لو بتعملنا ما في مشكلة تمام أمور تسويقية بسيطة من هذا المطعم من هذا المطعم أنا السنة الماضية صممت لمهرجان كان موجود هون بالبلدة تمام بسبب هذا المطعم لأنه هذا المطعم شعبي جداً وناس كتير بتجلس عنده تمام وصل 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 لبلدية المدينة اللي أنا موجود فيها فهن طبعاً مو لأنه أنا مبدع هن هن بدون شخص سوري يشتغل بدون شخص سوري تمام بدون يعملوا هذا أنه نحن في إنسان سوري عمل لنا ديزاينات شيء سياسي بالموضوع دخل تمام بس هن كيف كانوا بدون يعرفوا أنه في إنسان سوري مصمم جرافيك عايش بهذا المكان لو ما رح بالأول وخلهم أنا بدي أعمل كذا مقابل كذا تماماً بدك تروع بدك يعني يعني تسويق بالبداية نفس نفس الموضوع ولاحظوا لحد الآن من بداية الفيديو لحد الآن نحن ما عم نحكي لا باللون عم نحكي التسويق كل شيء عفكرة العالم متخيله حتى شغلي آسف عن مقاطعة بس العالم متخيله أنه نحن رح نفوت أنه مثلاً أنا كيف رح استخدم شي فلاني كيف رح استخدم لا هي الشي اللي أنت عم تحكي عن جد إذا الشخص بس وقف شوي وصار يفكر فيه رح يعرف كيف هو رح يبدأ هلأ رح نستعين فيك بشغلة طبعاً رح نستعين فيك بشغلة كتير مهمة واللي هي أيضاً سؤال ثاني أزلي من وين أبدأ هلأ إذا عم نحكي إذا عم نحكي عن الجرافيك من وين تبدأ أبدأ ببعض بعض القواعد اللي هي السلسلة الموجودة بس هيك بعض القواعد لحتى لحتى تقدر تعمل تغذية بصرية لأنه في فيديو أنا عام له اسمه التغذية البصرية شو هي التغذية البصرية يمكن مدته حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة عم بيحكي فيه أنه مثال أنا على طول بقول للناس أنه أنا جاري أبو محمود من خمسة عشر سنة وهو بيحمل هالجريدة كل يوم على الأهوة وبيقرأ الجريدة ما صار مصمم الجرافيك ولا صار مصمم جرائب بعد خمسة عشر سنة ليش هو عم يقرأ الجريدة هو مو مهتم بتصميمه فأنت لما تروح وتعمل أنت تغذية بصرية تغذية ما هي أنك أنت تشوف تصاميم حلو هات التصاميم ما هي التغذية البصرية وبقول للناس أنه بقول للناس أنه أنه فيه فرق بين التغذية وبين الأكل الأكل أنك أنت تجيب تفاحة وتاكلها التغذية هي أنك تعرف كمية السكريات الموجودة فيها كمية اسمه سكر الفاكهة الدبس الخل المدروع لأنه بدك تنمي شيء بجسمك مثلا تماما وهنا عاد بلنا نمي شيء بعقلنا ومرحلة أبعد من هيك أنت لما تعرف مثلا أنه بالتفاح فيه سكريات غير موجودة بالموز مثلا بدك تعرف ليش هاي موجودة هون مو موجودة هون شو ممكن تفيدني وين ممكن أني يكون أحسن ممكن تفيدني شو تعمل مساء صباح تماما يعني أنت ما شاء الله عليك يبدو بتلعب رياضة لما تروح للجيم كنت تمام لما تروح للجيم للنادي الرياضي المدرب ما بيقلك أكل دجاج بيقلك تغذى على الدجاج تمام ليش بيعرف هو هذا الدجاج اللحم الأبيض فيه بروتين نسبة بروتين عالية هو مو هام وانت شو عم تاكل انت دجاج هو بده تاخد البروتين وتوضعه بعضلاتك تمام هاي هي الفكرة يعني انت إذا بتاكل انت بيجوز تقول له أنا نباتي يقول لك كل فول خد البروتين من الفول عطاك بديل أنا المنتج النهائي ما بيهمني بيهمني أنت تاخد بروتين أنا بدي بروتين تاخد طيب شو الفكرة نحن عم نحكي هون انت بدك تبدأ أنا شو بدي أعمل أعمل اللوغو هاد اللوغو كيف بدي أوصله فوتوشوب إلستريتر رسام على الإكسل ما بيهم أنا بيهم أنه عطيني بالنهاية لوغو نتيجة عطيني نتيجة بيع بيع هاد اللوغو وصدقني البرنامج اللي اشتغلت عليه ما بيهم ما لحيهم هاي نخطبهم جدا لأنك إذا صممت اللوغو على الإكسل وبيعته لحيجي لعندك الزبون يقول لك هذا الديزاين ما انطبع لح تقول له أنت ليش ما انطبع بيقول لك ما بعرف تحكي مع المطبع بترفع بتحكي مع المطبع بيقول لك أنت بعتلي ديزاين على الإكسل أنا بدي على الفوتوشوب عم بتعمل هيك آه لازم أنا على الفوتوشوب مثلا تمام شوف الخبرة شلون صارت شفت الخبرة شلون صارت بدأت من النهاية للبداية مو منبلش يا رب نشوف بس هذا الشيء كله كله من دون قواعد تصنيم من دون تغذية بصرية ما بيمشي الحال يعني من زمان كنت اشتغل على برنامج اسمه فلاش ماكروميديا فلاش كان وبعدين صار أدوبي فلاش اللي هو طرد هاتف جدا زمان كنت اشتغل عليه هذا البرنامج كنت شوف أشخاص عم يشتغل أو خلينا نحكي عن شي بتفهم والناس فوتوشوب أربعة مثلا أربعة شيء جدا بداي شبيه بالرسام بتحسه حاليا كانت الناس تعمل عليه تصاميم خلابة شيء رائع جدا وكيف كيف قدر يعمل هذا التصميم تكتشف بالنهاية انه الأداة نفسها مو مهمة أداة ما لا أهمية عطيني نتيجة عطيني نتيجة ودائما منقول للناس تصميم واحد رائع يغنيك عن ألف تصميم ليشوا رائعين حاليا أنا لحقلك كلمة لحقلك اسم وقلي أول كلمة بتخطر ببالك دافينشي رهيب رائع فنان مبدع شو عنده أشهر لوحة موناليزا ممكن يكون عنده تصاميم واختراعات انت اختصرت فن واختصرت حياته بموناليزا تمام مايكل أنجل بتقلي آدم ديفيد عفوا دائما عندك اختصاد كازم الساهر بتقلي فورا مدرسة الحب عمل واحد لازم يكون عندك هذا اسمه النخبة هذا اسمه عمل النخبة تمام الماستر بيس الماستر بيس يعني عليك عم حاول أنا أعطي المصطلحات بالعربي الماستر بيس لازم يكون في عندك ماستر بيس دائما عم تقدمها مثل الماستر بيس لحاتم علي مثلا مسلسل عمر تمام بمسلسل كذا تماما هذا لازم يكون عندك دائما الماستر بيس إذا مو موجودة هي يعني كل شغلك بيظل بالمستوى المنخفض بالمستوى الأدنى هاي الماستر بيس اللي بترفعك للمستوى الأعلى هلأ بعد ما صار عندك ماستر بيس أكتر من ماستر بيس صرت أنت بدك ماستر بيس للمستر بيس تمام صح بدك بدك شغل أعلى لأنه موناليزا ما هي الماستر بيس الأعلى للدافينشي تمام في عنده لوحات أكثر بكثير تمام ولكن هي خلينا نقول التوجت تسويقيا بسبب وتسويقيا عن فكرة حاليا يعني بالعصور الحديث مو بعصره طيب صح فهذا اللي عمقلك أنه كل شي كل شي بيصير بالتدرج يعني نحن عم نحكي وقت عم نقول على التسويق أنت ما بتروح بتقول حاليا أنا لحشتغل فوتوشوب وخليني شوف أنت شو بدك تعمل أنت كيف بدك تبيع كيف يعني شوف كمان ولو مثال غريب شوي من بالألفين وعشرين لما صارت أزمة بدأت أزمة الكورونا صارت يعني أزمة بالنفط شوي أزمة النفط صارت السعودية عم تأنتج أكثر ما تبيع فقط فصار فيه فائط جدا كبير فصار سعر البرميل ناقص 35 دولار يعني ناصر رح تدفع لك إلا أنت رح تدفع لحد يشير منك إن شاء الله خد برميل لاحظين الفكرة الفكرة جدا فأنت إذا ما عندك سوق تصريف بيصير عندك أنت كمبيوترك عبارة عن مستودع بدك سوق تصريف بيع بيع وهذا صار اسمه أرشيف في 2019 هذا صار اسمه أرشيف في 2020 خلص سوق تصريف لاحظوا برجع وقال لكم صلنا ساعة عم نحكي ما عم نحكي ولا كلمة صحيح كله كله عم نحكي مع أنه في أسئلة مثلا يعني في أسئلة هون مثلا عم بتقول على موضوع كيف نتطور كيف مثلا أنه نمشي أكتر بالتصميم كيف أنه نتعلم أكتر بس أنا عن جد شايف رح نسأل هلأ كمان رح نعطيك الأسئلة مشان إذا بتجاوب عليهم ولكن الفكرة عن جد اللي أنت عم تحكي أنا بشوف أنا كمان مجرب مثلك أنا كمان صار معي نفس ما صار معك أنت بس سابقني بكتير مراحل ولكن الفكرة لأنه أنت مو بالضرورة يعني يمكن بالمجال بس أيوة هي بالمجال هذا بس أنت اختبرت أكتر بهذا المجال اللي عرفت علي عشرت أكتر شفت أكتر فالنقطة هي أنه عن جد الناس بس لازم تعرف في شي مايندسيت يعني أنت ترتب عقليتك ترتب عقليتك أنه أنا بدي اشتغل شي معين مش ضروري أنه أنا أكون خارق لأبيع مش ضروري أنا أكون فنان موهوب لأبيع يعني أنا أول تجربة إليك مثلا أول مرة أنت بأس مسمية هلا لح أحكي بس بدي الناس بس تفوت تكتب على الانترنت أول أول واجهة لفيسبوك لح تشوفه أول واجهة لفيسبوك ما حدا ما حدا يتذكرها كيف أنا كنت أشتغل على هذا الويب سايت ومفكره شي جميل مبهورين فيه شي لا في لا ديزاين ولا شي هذا المقصود أنه الفكار لا توجد لا توجد لا توجد جاهزة أفكار لا توجد جاهزة بدك تزرع هاي الأفكار واحدة من المواقف المحرجة وهذا موقف يمكن علمني لآخر عمري كان تقريبا بأول شركة أنا عم أشتغل فيها كنت اجه زبون وهذا الزبون كان طبعا الشركة هي بالويب والغرافي كل شي اجه زبون فهو جلس معي لحتى يعمل تصميم فقال لي هايك بينه وبينه قال لي طيب تعملي أنت التصميم خارجي وتوفر عليه أنا من يوم ما بعمل هذا الشي لو شو ما كان ولكن الفكرة أنه هذا الشخص أخذني وصرت أشتغل ويعزمني على بيته واخذ اللاب طبعي واشتغل واخذ شي ما دفع لي أي شي طبعا كان عمري 18 أو 19 سنة يعني هو وجدني كشاب صغير أعلم نستغله بس الفكرة أنه يعني هاي واحدة تماما بهاي الطريقة أنه أنا خنت شركتي إذا الله بعث لي شخص خاني وأسر فيني لاحظ برجع بلك هذا يمكن 2003 أو 2004 أنا لحد هذا اليوم أنا بتذكر 18 سنة بتذكر هذه القصة وتذكر اسم الشخص وشكل وكل شي لأنه فعلا كان موقف مزعج أنه أنا عم بشعر بخيانة أنت في أمانة أما صاحب العمل أنت خمتة إذا أنت لك تدفع ثمن هذه الخيانة تمام هي الفكرة هون يعني هاي هاي واحدة من الأمور بحس كتير أثرت فيني في طبعا يعني أمور كمان حصلت معي بالإمارات أسوف كمان هون لحتى الناس تعرف الفرق أنه أنا لما كنت في سوريا كان أشخاص بيعرفون يقولوا لي أنه أنه أنت على تصاميمك بدبي أنت بيأخذوك مباشرة أكبر الشركات فأنا أصابني الغرور أنه أنا شعم بعمل بسوريا حاليا أنا مستواي أعلى وهذا على فكرة بيوصلني هذا الشيء إيميلات بتوصلني تقريبا بشكل يومي أنه أنا بشعر بنفسي أنه بقدر أعمل أكتر من هيك ففعلا انغريت بالموضوع وطلعت حوالي 2009 للإمارات فاكتشفت أنه السوق اللي موجود بالإمارات يعني يمكن أنا بزر التفاح أمام صحن الفواكي تنافس كثير ناس كثير معترفين يعني أنا كنت عم بتنافس مع ابن بلدي أنا صرت عم بتنافس مع العالم في دبي مع العالم كاملا كل الجنسيات 160 جنسية موجودة في دبي ناس مبدعين وبتقبل بأسعار أقل يعني ولكن هي تجربة صحيح كانت صادمة ولكن يعني غيرت وبتعلم وبصلت لمراحل سيئة صراحة ماديا بالإمارات بسبب بسبب هذا الموضوع ولكن الفكرة اللي بدي أقولها في فيديو أنا عملته يمكن حوالي من ثلاثة أو أربع سنوات عن ناس كثير عم تقول لي أنا أنا بدي أطلع بدي أترك البلد فأنا دائما أقول للناس إذا أنت ما نجحت ببلدك ما لح تنجح بره لأنه النجاح مو معتمد على البلد نجاح معتمد عليك أنت والنجاح ما عم قل لك أنك أنت حاليا يصير اسمك معروف وتصير عندك شركات النجاح وأنك أنت تكون ما عم تقول له للبابا عطيني فلوس هذا هو النجاح أنت لحقول هالكلمة وإن شاء الله الناس تعرفها الاستقلال السياسي بحاجة استقلال اقتصادي أنت لحتى تقدر أنك أنت تقول لوالدك أنا بدي أخرج من البيت لازم تكون أنت قادر أنك أنت تصرف على نفسك لحتى تقول لوالدك أنا ما بدي أسجل بكلية الهندس المدنية أنا بدي أسجل بكلية الفنون الجميلة لازم يكون ما هو عم يصرف على الجامعة لازم يكون أنت عم تصرف على الجامعة اتخذ قرارك وعمالي بدك أما أنت عم تأخذ فلوس من والدك ومن عائلتك ومعتمد عليهم وبدك تفوض رأيك أنت ما لك رأي بهذا المكان الرأي السياسي بينتفي أمام الرأي الاقتصادي الرأي الاقتصادي هو الأعلى لذلك هذا اللي دائما عام لكم من البداية اتبع مسار المال لما يصير معك فلوس تقدر تعمل فلوس ليس مليون دولار فلوس يعني بس أنت ما تفكر بكرة أنا شو لح أكل هذا الحد الأدنى يمكن من الفلوس بس دخل مستمر عمل دخل مستمر فقط بسيط جدا شوفوا ناس كتير موجودين بتعمل شغل أونلاين ولو شغل بسيط ولو شغل خفيف هذا الشغل بيتطور ولا يهمكن بيتطور هذا الشغل وبتصير بتوصلك تصاميم أكتر وبتصير عالي وبتصير بترفض تصاميم بعدين ولكن خلي عندك الحد الأدنى تماما يا خيري الاعتماد على الذات هو الأساس إذا أنت يعني إذا عم نحكي نحن واحدة من الصدمات يعني أنا في صدمة صدمت أنا أول ما رحت للإمارات أنه أنا لما دخلت في بيت بدك تستأجر بيت فأنا لما دخلت للبيت ودخلت للمطبخ اكتشفت أنه بالمطبخ ما في مقلاة مقلات البيض مو موجودة تماما فأنا أول مرة بحياتي طبعا كنت يعني بعمر 22 أو 23 سنة يعني أول مرة بحياتي أنا بدي أنزل لمكان واشتري المقلات أو الطنجرة يعني تماما هاي كانت صدمي أنه حاليا هدول أنا مسؤول عنهم أنا كل هذا الوقت كان بابا مسؤول عنهم يعني موجودين ما بعرفين أنت ما بتعرف أنه ناس تشتريه أصلا أنه لازم تجهزها أساسا لازم جهزها لازم تكون موجودة بعدين جلست بدي أتفرج على تلفزيون ما في تلفزيون أنا بدي أجيب التلفزيون هاد أنت لما تكون عم تعتمد على نفسك صدمة بعد صدمة أنت لح تتعرض لح تكتشف أنه أنا بحاجة مال أكثر مال ليس فلوس ليس دراهم ليس ليرات مال هو دخل مستمر دخل مستمر هذا الدخل المستمر هو اللي لح يعطيك راحة لأنك أنت تجلس وتتعلم وتدرس وتعمل تيك توك وتعمل يوتيوب صعب 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 جدا أنه شخص يجلس على الموبايل وتقلب هيك بالموبايل وأنت ما معك فلوس صعب جدا أساسا ما راح تكون سعيد يعني فيه شغلة دائما منحكية المال أنا برأيه شخصي المال هو ملح تمام يعني أي أكلة بالعالم إذا حطيت لملح راح تصير أطيب بس لازم يكون في عندك الأكلة أساسا لازم يكون عندك القواعد والأمور والسعادة خلينا نحكي السمتاع الحياتي يعني بس ضيف عليها شوية المال بتصير أحلى بتصير طعم تأضيف لاحظ هاي الجملة اللي بيقولولك يا الأغنياء دائما أنه المال لا يجلب السعادة يعني هي الناس اللي تمسخل بيقولك أنه خلي معي خليني يكون حزين ومعي ما هو ما هو هذا المقصد من الجملة المال الورق ورق العملة لا يجلب السعادة هذا المال لازم تحوله لشيء جالب للسعادة يجب لك السعادة يزيد لك السعادة تماما يعني هو نفسه أنا حط هلأ وراء أنت بكون على جزيرة مئة دولار بكون على جزيرة شو بتعمل فيها تمام يعني أنت مستعد تدفع حاليا كل هاي الأموال مقابل كاسة مين صح ما عندك ما عندك مشكلة فالمال نفسه هذا المقصود أنه هو المال يعني بيقصدوا هن بنيجل منه تكديس المال لا يجل بس بدك تحرك المال بدك يكون في عندك حركة يعني أنت عندك مئة دولار هاي مئة دولار لا تخليها موجودة هاي روح شوف سجل توتريال فيها روح تعلم روح حسن الكمبيوتر تبعك خذ سيارة وروح لمحل أبعد لحتى تشوف إذا بده تصاميم ولا لا هاي المئة دولار فكر كيف تعملها 200 كيف تعملها 300 نفسه المال ما بيجب لك السعادة صح طبعا بدك أنت تفكر ودائما نقول المصمم اللي ما بيخرج من بيته ما بيتطور يعني الناس الناس اللي عم تسأل أنا كيف بدي أتطور إذا ما بتخرج مني إذا بتضل جالس على شاشة الكمبيوتر ما بتتطور بدك تخرج من بيتك أسئلة بتوصلني إنه أنا إذا بدي أعمل مثلا بزنس بزنس كارد شو القياس يا أخي روح نزيل على المحل المجاور خود خود مصطرة معك من المكتب شوف القياس انتهى الموضوع بيوفر افتاح الجوجل ابحث اتصل بالمطبع قالوا مرحبا أنا بدي أعمل بزنس كارد كم القياس عنكم المعتمد النظامي تمام في قياسات مختلفة وانتهى الموضوع الموضوع ليس فكرة إنه أنت شو عم تسأل الموضوع إنه يخلي عندك حركة في أنت وماشي بالشارع مثلا أنا شوف بالشارع بدي أعرف هذا بالليل يا ترى لحيظهر نفس الطريقة هو عم يظهر بالنهار ليش هذا بيرجعنا لمثال اللي قلت لك أنا المشخص عم يعمل عم يتعلم الاسواقة وما بتعرف أنت زر الرباعي أنت بلحظة الحادث بدك تعمل هيك مباشرة وش بدك تفكر إنه والله أنا وين متذكر وين شايف الزر شو بيعمل تماما حلص راح وبتصير بتشوفه فوق فأنت باللحظة اللي عم تصمم فيها تخيل أنت الزبون عم يحكي معك حاليا وأنا بدي أعمل بزنس كارد لحظة لحظة بس شوي تفتح كوغل قديش قياس البزنس كارد راح الزبون وراحة الدنيا راح كل شي بعدين قيمتك قدامه نزلت يعني أو شخص مثلا عم يقولك أنه أنا بدي أعمل إعلان خارجي فأنت هذا هذا الإعلان صممته بعدين بتكتشف أنه الساعة 12 بالليل هذا الإعلان مو واضح هذا كان واضح بس بالنهار لأنه في شمس جاي على التصميم بس بالليل مو واضح هذا النهار لازم تكون أنت بتعرف أخذ صور بموبايلك بتعرف أنه هذا الإعلان شو بيفرق عن هذا ليش هذا عم يظهر بالليل هذا ما عم يظهر هذا في إضاءة خلفية هذا البيلبورد له إضاءة خلفية ولا ما له إضاءة في أمور كتير بتدخل فيزيائية فيزيكال أكثر من سوفتوير في كتير أمور هاردوير بتدخل بموضوع الديزاين والبروغرامين كمان نفس العمليين نحن نفس الشي عم نحكي ولكن هاي الأمور إذا ما بتشوفها يعني المصمم اللي ما بينزل للمطبع وبيشم ريحة الورق والمحابر وبيشوف المطبع اللي عم تعمل هيك كيف بدك أنت تعرف كيف بدك تعرف ليش فيه ثلاثة ميلي موجودة الملزمة ليش عم تكبس لثلاثة ميلي ليش ثلاثة ميلي يعني ليش الطرف يعني أنا دائما كنت أسأل المطبع أنه معقول كل هات التطور ما قدروا المطابع يحلوا الموضوع لثلاثة ميلي هاد عرفت بس بنهاية أنه الشفرة عم بتقص مثلا تماما تجرف أكثر معك تماما يعني شوفها لأنت تتعرف شايف هذا الشي إذا ما شفت الماكينة الطباعة نفسه يعني أنا ممكن أعذر أخواتنا البنات بهذا الموضوع أنه ممكن ما بتقدر تروح لمطبعها ولكن كمان كمان احسبي حساب أنه في أفراح في أعراس هاي الأعراس وين عم تطبع الصور وعم تطبع الحفلات تبعها إذن في مطابع فيها أقصام مخصصة للنساء أو المحجوات تقدر تفوت عليها ما قلق حجة ما حدا قلو حجة الحجج نحن منحط الحجج كل الحجج واهية وكل الحجج تنتفي أمام أنك أنت عم تسعى لتطور نفسك وعلى فكرة واحدة من الحجج اللي كمان بسمع كثير طبعا برأيي هي شيء كثير ممتاز اللي هي اللغة الإنجليزية أنا من مشجعين أنه الإنسان يتعلم اللغة الإنجليزية لأنه وصيرة التواصل الأولى بالعالم بس في ناس يقول لك أنا لأني ما بعرف إنجليزي ما فيه يتعلم صح برأيك هذا الكلام صح قبل شوي كنا عم نحكي بموضوع أنه أنا لما دخلت ألمانيا وسوء صعب جدا أنا اعتمادي رقم واحد على الكلام أنا لما بجلس بدبي كنت أجلس مع الشخص بيع التصميم وآخذ الفلوس بسبب بالكلام بعدين نروح إلى الفوتوشاب بنشوف بعدين شو بنعمل بالفوتوشاب بس المهم هلأ شو حكذا هون أنا فقدت هاي الخاصية فقط النمبر وان عندي ما عندي لغة ما عندي لغة ألمانية فجبت كتاب اسمه أشهر خمسمائة كلمة ألمانية بس ماشي فيها أمورك بدي ماشي فيها أموري بدي أشتغل هذا اللي عم نحكي للناس بدي أشتغل بدي ماشي فيها أموري لذلك أنا بقول للناس أنت لما بتتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية لا تتعلم المبتدأ والخبر وحاليا المضارع المستمر هذا هذه أمور تحصيل حاصل تعلم كلمات هلأ أنت جالس حاليا أنا أنزل بقول لك هلأ ما يعطش هيك ما يعطش أنت شوف في المتالية أنا عم بحكي لك أنه في يعطش وأنا عطشان وبيدي أشرب مية تماما فهمت أنا حكيت لك water drinking drinking يا ريت drinking بس كلمتين قلت لك أنا وصلت لك فكرتي اللغة اللغة ليست قواعد اللغة هي تخاطب حالياً نتخاطب نحن باللغة إذا لك بتجيب بتشوف على الإنترنت أشهر أشهر خمسمائة كلمة لأنه يمكن هلأ بحديثنا يمكن كلمة يمكن كررتها أنا أكثر من ألف مرة أو كلمة أنا كررتها ثلاثة ألاف مرة مثلاً وبيقلك أي لغة أي لغة لحتى أنت تحترفها لازم تكون بتعرف ألف وخمسمائة لألفين كلمة أي لغة لحتى تحترفها احتراف فأنت إذا بتعرف خمسمائة كلمة فأنت في عندك ثلاثين بالمئة من اللغة صارت موجودة عندك بكل بساطة خمسمائة كلمة قد يش بدون ياخدوا معك ثلاثة أشهر ست أشهر ست أشهر هدول مع أمور تاني استثمار رائع إذن ولا تتعلم حالياً الفرق بين I am و I is ما بيهمك قول I is قول I is المهم عم يفهم الشخص اللي أمامك وصلت الفكرة فهمت وهذاك أرقب لذلك بتلاقي فيه باللغة فيه مستويات فيه A1 A2 B1 B2 تمام يعني فيه فرق بين أنا يعني أحكي لك هلأ مرحباً وبين أقول لك سلامات الله عليكم هاي نفسها هاي نفسها تمام يعني شو بدي أعطيك أمثلة فيه أمثلة كتير حاضرة إنه فور ما الشغلة بتكون رسمية مثلاً شغلة محترقة شغلة لابقة أو أحياناً بتكون شغلة بتدل أنه أنت عندك علم باللغة بس يعني بالنهاية أنا دائماً مبكيها الكلمة أنت ما أنك ترجمان محلف يعرفت ليش لوني مئة بالمئة هاي النقطة يعني فيه فرق بين ما أنت تكون مثلاً جالس عند زبون عم تقوله أنت شو بديك هذا التصميم يكون أو حضرتك شو بتحب التصميم يكون حلو أنت شو بديك حضرتك شو بتحب هي هي بدال what you need what do you like the design to be what do you like what would you like what would you ها شايف هاي would what do what would بس هي كلمة 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 بتنتقلها يعني مو هلأ أنا بدي أنزل عند الزبون ولو أحكي مع ميركل يعني تدريج التدريج بالأمور تدريجي بس ينصح باللغة الإنجليزية يعني طبعاً دائماً المشي اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية يعني في فيديو أنا عامله لماذا لا يوجد لغة برمجة عربية مو لأنه ما في مبرمجين عرب مبرمجين العرب أشهر من الأجانب مو لأنه لا يوجد ولكن مين لح يجلس حالياً ويكتب documentation تعليم للغة عربية طب ما لغة C موجودة ليش لحتى ننشئ من الصفر من مرة تانية يعني حتى لغات كتير مثل لغات PHP وبايثون هذول مو متحدثين لغة الإنجليزية أنشاؤهم هذول هولنديين وسويديين أنشاؤهم ولكن أنشاؤهم باللغة الإنجليزية باسكال لغة باسكال الفرنسية كتبوها باللغة الإنجليزية ليش عم تنكتب باللغة الإنجليزية لأنه لغة العلم اللغة الإنجليزية كيف حصلها بسهولة مش هالشيء الصعب أنا دائماً أقول الإنسان المبتدأ لديه الكثير من الأسئلة والقليل من الأجوبة يروح للإنسان الخبير يلي عنده الكثير من الأجوبة والقليل من الأسئلة الخبير عنده كثير أجوبة موجود كثير أجوبة وبيعرف جواب لكل شيء مثال اللي بيقولولك دائماً أنه في شخص راح ليصلح الطيارة عمل طرقتين بالمطرقة وتصلحت الطيارة ليش وتصلحت؟ لأنه بعرف وين أطرق بس دائماً الموضوع إنت عرفان وين عم تتجه إنت عرفان شو عم بتسوي وهون بتجه نقطة يعني فيه شغلة كثير مهضة هون الناس في عنده يعني إشكالية أساسية بموضوع أنه أنا لازم كون يعني شو أمدي أخلك إياها كثير كثير أكون خبير عرفت عليه شلون لحد ما أنا دخل المدخول اللي عندي إياه يعني دخل شي إيرادة لعندي وبالرغم أنت بكل اللي بساطة فيك بأبسط الأمور مثل ما حكيت أنت بموضوع أنه فيك تشغل على الموبايل وتعطي مثلاً أحياناً أنا سأقول لك مرة في شاب صديقي عم بشتغل على برنامج البريمير الزلم يصلوا سبع شهور عم بيحاول أنه يبيع منتج تمام؟ بنفس الوقت رحنا شفنا جروب شخص عامل تصميم الله لا يورجيك على الكاين ماستر تمام؟ يعني على الموبايل كاين ماستر يعني برنامج أنا بالنسبة لي هكي ما بحبه بس يعني مش أنه ما بيطلع شي لا بيطلع بس ما بحبه كاين ماستر رايح بايعه مثلاً بايع الفيديو تابعه مثلاً بمئة دولار صديقي جن يا أخي ولك أنا بريمير وحركات وعندي ومع بتعلم أفتر إفكس ما بيطلع فلسو هذا عم بيطلع هذا الشي لأنه مثل ما أنت حكيت تسوق لنفسك عرفت تسوق لنفسك إن شاء الله بتبيعه هاي أي شيء بتبيعه يا في منشور انتشر من فترة على الفيسبوك يلي مصمم باعت للزقون تصميم على الفوتوشوب وهذاك عم يقل له أنت قلت لي الزبون عم يقل له للمصمم أنه أنت عاطيني ملف ما عم يفتح ماي على الورد والمصممين عم يضحكوا الخطأ منك أنت كمصمم مو من الزبون أنت بدك تعرف الزبون أنت بدك تعدل إذا بدك تعدل أنا بعمل لك يا على الورد يعني أنا أنا كتير هون بيطلب مني شركات هون كبيرة برجع بقل لك ما أنه التسعير غالي سعر الموظف عالي جداً فهون بيفضل صاحب الشركة أنه السكرتيرا اللي موجودة عنده هي اللي تشتغل بعض الأمور فبيقلي جهز لي ملف وورد أو ملف باوربوينت بشكل فني والسكرتيرا بتكتب بداخله تمام فهذا طلب كتير بينطلب مني فتخيل أنا هلأ عم أقل له للسكرتيرا آه لا عفوا أنت بدك تشتغلي انديزاين لازم تعلمي انديزاين تقلي أنا سكرتيرا أنا شغلتي حسابات تليفونات أنا فيه إيميل بس بدي أبعثه للأسف المدير طلب أنه يكون الإيميل شكله أحلى بس وجابك أنت ما لح تجي تعلمني حاليا أنت بتجي بس عملي هيدر وفوتر وأنا بكتب لو بدي أتعلم كان أنا اشتغلته تماماً هاي هي الفكرة والله على السكرتيرا أو على الشركة أنه أنا البرنامج اللي أنا تعلمته أنتوا بتكن تشتغلوا عليه لأنه هيك الناس عندها ستامبات جازة موجودة أنه مجلة انديزاين خلص انتهى الموضوع يعني أنا فيه كتير برشورات عاملة على الباوربوينت ليش عاملة على الباوربوينت لأنه الشركات بدي أتعدل الشركة بدي أتعدل هو ممكن مرة بدي أجي لعندي وهذا من حقه أنا ممكن مرة بدي أجي لعندك بلك أنت مشغول أنا شو أعمل أنا هلا بدي بدي عندي 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 تصدير تصدير مواد مثلا بدي أصدر مواد حاليا هي شركة شاحنات هون أنا اشتغلت لون على الباوربوينت وهذا كل مرة بيغير اللون الشاحنة في عندهم تغيير اللون الشاحنة فأنا عملت له على الباور بوينت حيث أن السكرتيرا تدخل تعمل نقرتين تعمل فيل وخلاص صار بيطبعوا عندهم وانتهى الموضوع هذا اللي منقوله للعالم اللي هو تجربة المستخدم الزبونك هو مستخدم أنت بدك تشوف هو ما يريد مو أنت شو بتريد صح صح يعني أنا بيحترم المطعم لما أدخل عند مطعم وهذا المطعم ما يوضع لي عفوا أنا طلبت مثلا صحم بطاطا هو من نفسه حط لي شوية كتشب معه وانا طلبت له تزود لي كتشب يعني هو لما أنا المطعم يقول لي ما بسألك عن السعر هون بهاي اللحظات أنا بعرفك أنت احترمتني أنت احترمت أنه أنا حاليا إنسان ما بيهمني أنا لون الأصفر والأحمر أنا جوعان أنا حاليا بدي أكل فأنت لما طلبت منك صحم بطاطا عم نحاول نأخذ شيء يعني مفهوم أكبر للناس لما طلبت أنا صحم بطاطا قلت لي بتحب أستاذ حط لك كتشب زيادة معه هاي كلمة الزيادة هاي أنا اللح أجي لعندك المرة جاي بسبب هاي الكلمة ليش؟ لأن اللح أروح أقول له صديقي هذا المطعم بيعطي كتشب زيادة صح 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 لا أجيب بسبب طعمة الكتشب ولا بسبب صحن البطاطا أجيب بسبب أنه هذا بيحط كتشب زيادة ومو بس هيك يعني أنا في شغلي لسه على أبسط كمان نحنا كان كنت بشتغل بشركة فكان في قدامنا اثنين سوبر ماركت تمام؟ واثنينة نفس الشي ونفس الشكل نفس التصنيف بكل شي في شخص هيك العالم عليه وفي شخص ما عنده ولا حدا وأنا من الأشخاص اللي جربت التاني قلت أخي بل كي العالم عم بتطلع بعضه عم بتروح لعند هاد صحي هليني جربت تاني فعلا رحت قلت عن جد الله يعني الله يعطيك العافية بس من بعيد رحت والله العظيم رحت على التاني تعامل حلو بيعرف شو بدك مع أنه أغلى لاحظ خلص ما بيهمك السعر ما بيهمك السعر هون في لحظات بتصير السعر مو مهم بالنسبة لك بيصير السعر شيء سانوي لأنه ما لحيكون فرق كبير بس أنت عم أشتري راحة بالي يعني أنا لما أدخل لمكان أنا بدي أرتاح أنا لما جاي شخص لعندي مرحبا أستاذ نور أنا بدي أصمم موقع الانترنت ورحت أعمله موقع الانترنت وحجزت له على جودادي مثلا تمام والموقع بعد كم يوم وقف الموقع أنت عم تتعبني أنت يا ديزاينر عم تتعبني أنت سببت لي مشاكل أنا مو فاضي لهي المشاكل أنا عندي محل سيارات بدي بيع قطع الغيار اللي موجودة عندي أنا جيت لعندك لحتى تسهلي الطريق تسهلي الطريق أنا ما جيت لعندك يعني مثل أنت لما تاخد سيارتك لعند مصلح سيارات اللي حيقل لك هو بدك تحب ركب لك قطع بوش ولا قطع مثلا نيسان بتقول له ما بتفرق عطيني شي ما يقطعني بالطريق ممكن أنا ماشي حاليا أنه عم بعمل هيك وأنا قطع تمام بيقل لك لح أعطيك لازم بوش لأنه هاي البوش هيك 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 انتهى الموضوع تمام بس هاي الفكرة أنا الخبير ولما يجي لعندي شخص ويقل لي أنه أنا بدي أعمل موقع الانترنت بيقل له في عندك أنت خيارين في خيار أنك أنت تحجز موقعك مثلا بهذا المكان ولكن أنا ما بضمن لك يا أنت على مسؤوليتك وفي شيء اللي أنا بضمنه تمام يلي هو هيك الاثنين أنا ما عندي مدخول مادي منهم يلي هني حجوزات واستضافة أنت بتدفع هذا قرارك أنت الشخصي طيب من ناحية تاني أنا لو عم بعمل لك حاليا موقع الانترنت في عندك خيار أني أنا مثلا أشتغل لك على الورد بريس بحيث أنك أنت تعدل بشكل شخصي أو أني أعمل لك موقع تصير تعدل عندي أنت كل الوقت كل التعديل لح تدفع لي ثمنه أو بعطيك وورد بريس وعدل أنت بأي وقت بتحبه عم بعطي الخيارات هاي الخيارات يلي هي بتسهل عليك التسعير تمام أنه دائما في شيء أساسي بس في شيء مثل ما منسيت أنه الإضافات الإكسترا يعني أحيانا مثلا مثل ما كان في أشخاص بعرف أنه عم ببيعوا مثلا فكرة خدمة المواقع تصميم المواقع فبتلاقي على سبيل المثال بيقول لك أخي أنا بقدم لك الموقع بأبسط شكل ممكن بسعر الفلاني بدك نعمل لوجو نضيف عليهم كذا بدك نعمل كذا نضيف عليهم كذا يعني بس بدك تشرح له بشكل بسيط لأنه بالنهاية هاد مو مصمم تماما وهذا اللي عم نحكي أنك أنت لما تبيع اللوجو مثلا أنت ما عم تبيع اللون الأحمر اللون الأحمر مو ملكك لحتى أنت هم تبيعه ولا المثلث اللي حطيته مرة جديدة هلأ عم تشوفوا اللوجيات كلها تحشوفوا في دائرة مثلث مستطيل هي الأشكال نفسها موجودة أنت شو عم تبيعه إذن أنت عم تبيع خدمة أنت عم تبيع الخدمة أنت كجرافيك ديزاينر أنت تصنيفك ليس بقسم المأكولات ولا ليس أنت قسم الخدمات ليس أنت منتجات صناعية أنت خدمات عم تبيع خدمات فكرة برأسك عم تعملها على جهاز الكمبيوتر عبارة عن صفر وواحد وتأخذ بدالها فلوس تروح تشتري ثيون قهوة هذا هاي مهمتك كلها تمام فلذلك فلذلك أنت لما عم تبيع هاي الخدمة هذا عم يتفعلك الفلوس بده يعرف أنت شو بعتني حاليا أنت بعتني دائرة خضراء لذلك صح يعني واحد من أشهر البنوك الألمانية Deutsche Bank اللوغو الخاص فيه هو عبارة عن مربع وفيه سلاس جوا مربع وسعره هذا اللوغو أبسط ما يكون سعره هذا اللوغو فوق العشرة مليون يورو عشرة مليون يورو طب عشرة مليون يورو طب أنه هذا المصمم هذا الديزاين هل هو معقول هو باع المستطيل والخط مع النماء يا إله لذلك لذلك هذا اللي منحكي فيه للناس نحن نقول أنه أنت لما بتكون عم تبيع أنت ما عم تبيع اللون الأحمر والأزرق والأصفر أنت عم تبيع الخدمة أنت عم تبيع تجربة المستخدم مستخدم أنه أنا هذا اللوغو عملت لك يا أنا بعرف شو سيصير معك بعد عشر سنين بيقول لي شو سيصير معي بيقول له أنت لح تشارك بمهرجان وبهذا المهرجان سيكون في مقابلة لايف وبهي المقابلة لللايف عندك أربع سنطي بس لح يكون اللوغو تبعك موجود فيهم فمضطر أنت تعمل اللوغو بارتفاع سنطي أنا عم تلاقي اللوغو لح يظهر من بين كل اللوغويات بعد عشر سنين تمام يا إلهي على الفكرة هاي ما بنخطور على حق عن جد أنا مثلا كثير بشوف اللوغوات وكذا وهيك بس عن جد معك حق ما بيخطور على بال واحد أنه بدك تفهمه شو رح يصير معه بعدين تماما شو رح يستفيد بعدين وبعد شهرين بجوز أنا كون بإسبانيا عم بعمل إجازة أنا وأنت بدك تشارك بالمعرض فأنت أنا جهزت لك كل شيء أنت شخص جيت لعندي أنا اشتريت راحة بالك أنا رح أعطيك الخدمة اللي ترتاح فيها بس هذا الكلام يعني مثلا إذا عم نحكي بموضوع اللوغويات الديزاينر اللي ما بيعرف أنه في شيء اسمه اللوغو الأصلي ومختصر مختصر اللوغو اللوغو وين الديزاين عندك شو يعني مختصر اللوغو يعني هلأ نحنا وقت منشوف لوغو مئة قصة هذا اللي موجود فوق حاليا عم تشوفه أنا فيني أختصره هذا بحرف الكيو بس والناس لح تبقى تعرف صح مام صح بس الناس لح تبقى تعرفوا ماكدوناس فيني أكتب مكدوناس فيني أكتب حرف الام مثل معاملة تماما أبل فيني أعمل أبل فيني أعمل فقط التفاحة في عالم أعمل بس الورقة تبقى التفاحة ولح تبقى الناس تعرف أنه هاي أبل هذا اسمه مختصر مختصر اللوغو ومتوسع اللوغو يعني اللوغو واسع جدا بيصير معه سلوغان بالأسفل بيصير معه خلفية بيصير معه نص مرفق بعدين طبعا إذا عم نحكي فقط عن اللوغو إذا عم نحكي عن البروشور كمان أنت بدك تعرف تجربة المستخدم أنه بتقول له لزبونك أنه عميلك اللي عم ياخد هذا البروشور شو أعمارهم بيقول لك مثلا أنا عم أتوجه لأعمار صغيرة بتقول له إذا ما لاح أعطيك A4 الـ A4 كبير سأعطيك قياس قياس A5 لحتى هيك إيدهم صغيرة أو إذا أو إذا أنت بمحل بصالون تجميل بصالون تجميل ما فيك تعمل أنت هذا الملفوف ثلاث ورقات ثري فولز ملفوف ثلاث ليش لأنه هذا جالس هيك وفيه إذا واضحين إيدية هيك إذا بتعطيني الصورة الأفضل قصرنا شوي فهذا الشخص جالس هيك حاليا هو ما بده يعمل هيك وهذا بده يفتح ويقرأ لأنه عم ينتظر حاليا يعني بده يفتحك بدك تعيش هاي التجربة هاي أمور صالون حلاقة ما بيعرفها هاي الأمور هاي اللي أنت بتعرفها هذا هو الدزاين هذا هو الدزاين الدزاين ليس أحمر وليس أصفر وليس أخضر هذا هو الدزاين تمام صح 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 وإذا ما بتعرف هاي الأمور ولا يمكن أي شخص يتطور هاي الفكرة هذا الموضوع وحيد هو اللي بيخلي الشخص يتطور اللي بيخلي الشخص يبيع يبيع نرجع لأول كلمة يبيع لما أنا لح أروح لصاحب الصالون وهذا الصالون أعمله أنا بروشور مثلاً أنواع القصات وكل شيء تمام وهو عم يقص الشعر لأنه هذا مو فاضي أنت بتعرف في شي مرة شفت حلاق فاضي دائماً مشغول كيف يتحمل ببار هذا مو فاضي هذا هذا بدي أقول لك إيه أنت شو لح تعمل لي التصميم تقول له أنا لح أعمل لك شو نسبة ذهبية خلص خلص يلا بسرعة مو فاضي هو أعطينا ذبن قم يكلفت تقول له مثلاً 50 دولار يلا باي رايح تروح أنت بعد يومين ترجع يقول له 50 دولار ولقيت لك مطبعة لح تطبع لك يا بسعر هيك 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 وبيوصل لعندك أوكي يلا صار عنده موجود لما يجي لعنده صاحبه يقول له أوف شو هالتصميم الجميع يقول له والله مصمم ما تعرفت على شي أعطيته 100 دولار هو خلص لي الموضوع من أول إلى آخر يا سلام بس بس الكلمة الناس كلمة الناس هي شيء جداً مهم أنه أنت خبرتك عم تنتقل من مكان لمكان وكلامك عم ينتقل من مكان لمكان والناس الصاحب صار لون حلاقة ما لح يقول له من وجه ما لح يقول له أنه والله استخدم لي لون أحمر مموجود صح لح يقول له أعطاني خدمة ملأت عند غيره بس أعطاني خدمة ملأت عند غيره أنا تمام ريح لي الناس صارت تعرف أنا شو بقدم أحلاقات صالون أحلاقات الناس صارت تتسلى تمام هيك بس بس هاي الفكرة مؤكدة من هيك هذا هو الديزاين وأمازون أمازون على عظمته موقع أمازون هو بسبب أنه سهل موضوع الشراء الإلكتروني شحن عبر العالم والدفع الإلكتروني والشراء بشكل عام أنت بتتخيل أنه أمازون بكل عظمته ومليارات مليارات أمازون أمازون قيمتها السوقية قد عشر دول شركة واحدة متخيل أنه من السنة الماضية فقط لحتى عملوا شاحنات خاصة فيهم السنة الماضية ولازالوا عم يعتمدوا على الـ DHL وعلى الـ Hermes وعلى الـ Aramax وعم يعتمدوا على كل هذه الشركات طيب ليش بيقلك أنا بدي وصل بسرعة أنا لبين ما أوضع مخططات التوصيل وكل هذا الشيء هدول هاي شركات عند خبرة أنا سلم منتجاتي وهن يودsch أمازون لا عندها منتجات ولا عندها ما عندها منتجات ولا عندها توصيل لانتبيع خدمة موقع موقع أنتبيعك موقع يعني هل abdominal التي توصل لك باللي تنسوا يسحب المسار ومتنوا fil م시حن ومتنوا باللي يبيعه ومتنوا باللي يشتري صح يبيع خدمة والناس التي تتتوقع أمازون لماذا أمازون حسنا لأنني بقدر رجع المنتج بأي لحظة بديها يعني برجع بيقل لك يعني بيقل لك اشتري من امازون وريح راسك صحر 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 وكتير هاي بتسمعها كمان من الناس اخي اشتري ايفون وريح راسك لسه سامسونج بيخرب معك اشتري ايفون وخلص ريح راسك بدك تغير شاحن فهي هاي الفكرة اذا انت بدك اي شخص بدك تطور بدك اعرف انت شو عم تقدم للناس واللي بس عامل الموضوع هو عبارة عن فوتوشوب ما حدا ما حدا مهتم بالفوتوشوب ومنرجع من عيد مثال الحلاق انه الحلاق هلا هذا اللي اخدت له اذا انت عمل اللوغو على الباوربوينت ولا على الاكسل هو شو عرفه هو اول مرة بيسمع بهاي البرامج واذا سمعها فهو زبون موجود عنده هيك كلمة ممكن حكاها بيعرف هاي الامور فانت مهمتك انك تثقف للزبون صح مهمتك انك انت تقوله للزبون انه اللون الاحمر بالمطعم اللون الاحمر والاصفر اللي حيخلي الزبون يشتهي يطلب اكتر بس مش تقوله انا رحط لك لون احمر وازرق وهون خط بتقوله انت ليش تماما بس شرح له ليش عم تعمل الشرح هيك ثقافة عامة اوكي بس مو تاخد سعر هذا الشرح ايوه يعني انت ما فيك تقوله لزبون مثلا اذا اخدت اللوغو الازرق هذا بمية الاحمر بمية وخمسين اي 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 من نهاية انت بدك تعطيه شي انا قيمة اعرفت تماما استاذ نور نحن انا كثير على فكرة انا ماني حاسب الوقت تعافون انا ماني متبهن يعني انا لا لا ما شوف انا في ساعة ونص والله ايه انو ما شئ فيها بس حابين نختم فيه بنصيحة صغيرة لكل شخص تمام يعني خلينا نحكي حابب يعمل الشغل الاول لا له كتصميم شو نصيحة واحدة بتعطيه انو كمصمم هل تنصح ويكون يعني يفوت بالتصميم اذا كان عنده شي معين يعني راح اختصره شوي مين بتنصح يدخل على التصميم هلأ اللي بدخل على التصميم اللي هو قادر انو انت تفتح جريدة مجلة او اي شيء وتعرف الاشكال البسيطة يلي مستخدم فيها يعني هلأ اذا عم نحكي نحنا على لوغو مائة قصة بنعرف انو عبارة عن دائرتين ومستطيل ومسلس اذا قادر انت تجريد هذا التجريد وتعرف الديزاين ابل مثلا ليش بتعدوا عن الاطراف ليش واضع مثلا اللوغو بالمنتصف او ليش سامسوغم توضع اللوغو بالاسفل او بالاعلى يوتيوب هون اللي عم تشوفوها مثلا وينها هون يوتيوب هاي ليش مثلا هيك بالاسفل ليش هذا المكان ليش هذا الابتعاد تحديدا بهذا نازم هاي الامور بتعرفها لما بتعرف هاي الامور اذا انت عندك نظرة فنية عندك تغذية بصرية عندك كل هاي الامور موجودة وانت جاهز انك انت حاليا تفوت بالادوات بينما لو انت عم تشتغل وهاي الاساسيات مو موجودة هي فيك تتعلمها يعني شخص بامكانه يتعلمها تمام وهي موضوع توازن وتقارب وهي الامور يعني وانا لما اقدر شوف تصميمك اقدر افهمه من الثانية الاولى ومعليش بس هاي الكلمة الحضيفة للناس يلي بتصمم السي في تبعها الخاص فيها السي في طلب التوظيف لازم تعرف انه صاحب العمل هو ما عنده وقت غير ثلاثين ثانية لا يقرأ السي في الخاصة فيك ثلاثين ثانية اذا انت لح تعطيه واحدة وثلاثين ثانية فانت صور شخص ممل تمام هو ما بيعرفك تمام لما بتجي لعنده بالمقابلة عود ساعة وساعتين اما عندك ثلاثين ثانية لازم تكون زكي بحيث انك توصل معلوماتك باكبر قدر ممكن اكبر قدر ممكن معلومات بهي ثلاثين ثانية اللي موجودة وهذا الشيء بتشوفوه بالاعلانات التلفزيونية MBC ثلاثين ثانية احيانا اقل احيانا اقل وما بيتجاوز ووصل لك وخلاك تبيع فنصيحتي للعالم كلها انك اطلع من بيتك اطلع اطلع من بيتك شوف العالم برية اللي مو قادر يطلع الانترنت صارت متوفرة حاول تعرف معلومات نظرية اكتر من البرامج نفسها ما بحف اذا في اسئلة اشي نجاوب عليهم او علا فيه بس بدنا هلا نشوف انا ما بعرف دقيقة شوي في اسئلة كتير بصراحة نحن ممكن ناخد يعني عشو دائرة ساعة كمان طيب يلا زعلي اذا فيك بس تورجينا الاسئلة وان صارت طبعا انا خاف انه اللي سأليني سؤال فيه منهم نطلعوا كمان لانه ما جوابنا هو مسجل مسجل بكل حوال بنشوها لقناتي كمان ها هي مكتوب هون عبود عم بيقول سواعني شوي طريقة الاداوة ايصال مضمونة لا لا سواعني شوي استاذنا فيه نقطة ياريت اشرحوها مهنة التصميم ممكن تحقق دخل كبير اذا كان المصمم محترف ومبدع او غير متعلق بالابداع يعني هل ممكن انه مهنة التصميم يتحقق دخل كبير لازم يكون مصمم ايوة اذا كان مثلا اول مرة بيشوف التصميم بحسب تعريف كلمة كبير شو بتقصد كبير انك تشتري سيارة فراري ما لح تشتري فراري ولكن انك انت تعيش لتطور نفسك اكيد مية بالمية يعني مهنة التصميم مهنة جيدة ومهنة شايفين كل التصميم لا زالت ببدايتها خلينا نقول لانه لسه التصميم جاي ولسه الذكاء الاصطناعي يتطور اكتر ولسه المنتجات عم تنتج وفي اماكن كتير انك تشتغل فيها في محلات الامازون المتاجر امازون صارت موجودة والمواقع الفريلانس موجودة بلش بالفريلانس ابني بورتفوليو خاص جمع فيك شوية فلوس بعدين تنتقل لمرحلة اكتر بكتر ولكن دخل يعني ممكن انه شخص يعيش منه بس مو ثري اه مو ثري بس انه يعني رح توصل لمرحلة الدخل ثري بده بده عشور سنوات يعني حتى يبلش يصير فيه شوية ثراء يعني انه واحد يقول انه انا فيني اتركيش رح رحت خلص حاليا صار فيني اشتري سيارة مارسيديس كمان اه في سؤال هون طبعا جوابت انت عن هذا السؤال يسعد مساكستارنا كيف ممكن يتطور المصمم التطور يعني ممكن لخصه بموضوع واحد هو التغذية البصرية التغذية البصرية شفتوا كيف بيندرج تحته كتير امور شرحتها بفيديو كمان بس اكتبوا نور حمصي التغذية البصرية لحيطلع لكم فيديو شرحتها بالتفصيل بالمناسبة بس ب بدي قاطعي بس بشغلة واحدة يا جماعة اليوتيوب تبع استاذ نور كل الاسئلة اللي ببالكم اساسا مجاوب عليها هو يعني كل تتجمع بالتصميم موجودة فيها يعني يعني تقريبا بس كمل عن التغذية البصرية كم دا تحكي شغلة لا بس هيك عمقول انه هو موضوع التغذية البصرية هو اللي بيطور الواحد بيطور الواحد اكتر هو تحديدا تحديدا سؤال انه كيف عملها هذا سؤال انه هاد بتشوف كيف خطر له كيف خطرت بباله انا بجيب مثال دائما بقول انه انا لما كنت بالمدرسة كان يعطينا الاستاذ رياضيات مسألة حل 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 ما ينجح معي الحل يعمل هيك يحل قول كيف خطر بباله يبدأ بهاي القاعدة بدأ بقاعدة انا ما كانت عم تختار ببالي وفعلا احيانا بتكون انت عم تصمم سؤال تصميم وتبدأ بدائرة هاي الدائرة هي تبعا انه ليش ما بدأت بدائرة انا كل الوقت عنا عم ببدأ بمسلس صلي ساعة بالمسلس وتعقدته احيانا على فكرة تعرف شو بساوي انا على فكرة حتى بالفيديو عندنا هذا الشي انه انت بتجي وتبني وبتعمل وبتعمل بتحس حالك فيه غلط يعني بتحس حالك انت متشنج عرفت حلي ووصل لاخر الفيديو اخر شي بتطلح هيك طب انا ليش عم بعمل كله على اساس مثلا مثل ما حكيت انت الدائرة اخي مربع صح هذا كله خاضع لتجربة المستخدم لما الانسان يعرف شو الهدف النهائي من هذا الديزاين فانت بتعرف كيف تبدأ حلو 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 ممتاز ممتاز عنا سؤال كمان يا ريت الاستاذ نور يحكي مراحل وصوله لهاي المرحل على فكرة هذا السؤال كان لازم نسألك يا من البيبري هنجد انت كيف بلشت يعني شو خطر لك مع انه بتوقع طويل شوي لا ما بعرف اذا المقصود هو اليوتيوب او المجال يعني توقع انه كيف بلشت يعني هيك فتت بالمجال لغرافيك ومنه بعدين اكيد على اليوتيوب وكذا هيك بصير كله تتالي عاد هلا هي باختصار لحقولة هو كان نوع من الوفاء لوالدي يعني نحن الوضع المادي ما كان جيد فهو كان في مبلغ من المال كان موجود وقرر انه يشترينا فيه كومبيوتر تمام فهذا الكمبيوتر كان يعني انا يشعرني بمسؤولية انه انا بدي يرد هاي الفلوس لولدي باقرب طريقة ليش عم يقول للناس دائما اتبع مسار المال كان دائما هذا هدفي انه انا كيف بدي يرد له هاي الفلوس لانه تعتبر تضحية وليش عم بيحكي لكم دائما انه انت لما بيكون البابا عم يدفع بيدفع لك فابوك لما بيدفع لك هذا شيء جدا كبير هو عم يعمل كتير جهد لحتى هو يعمل لك تطوير معين يعني تمام فانا كان دائما بيبالي انه انا كيف بدي رد له هاي الفلوس فدور وشوف وما كان في لا يوتيوب ولا في حدا ولا في انترنت ولا في شيء وكان في عندي يعني خالتي موجودة بلبنان جابت لي كتاب عن ادوبي فلاش جابت لي كتاب عن ماكروميديا فلاش وقتي اللي هو تحريك وعملت هيك امور بسيطة تحريك انيميشن بعدين عملت ويب ديزاين الجرافيك بعدين فتت بالجرافيك يعني بدايتك كانت اول شيء كانت الفلاش كانت ادوبي فلاش ولقيت شغل هيك بسيط كمان كان شخص نصاب يعني خلينا نقول ولكن كان في شوية مال ولكن لما فعلا كانت لحظة جدا رائعة انا لما جيت وعطيت فلوس لوالدي يعني ما كانت بسعر الكمبيوتر كان بسعر حوالي خمستاش الفليرة سوري يعني بهذاك الوقت فبطلعوا شي 300 دولار يعني عطيت حوالي 100 دولار تقريبا انه هي الجزء وانا بعطيك الاجزاء اللي بعدها هي لحظة لحظة سعادة كانت وما كان في فرق بينهم كبير كانت حوالي سنة ونص يعني تقريبا بين لما هو اشترى لي الكمبيوتر مو اشترى لي اشترى للعائلة طبعا ولكن انا حملت المسؤولية بهذا الموضوع تماما على فكرة بس في شغل صغيري بدي قاطعك فيها اللي اصلا اللي كاتب الرسالة هو ابي يا الله تمام يعني هلأ لازم تحكينا سيدنا لازم تحكينا شعورك هلأ وانت عم تشوف ابنك كمانا على فكرة انا كنت بدي ادخل الهندسة معلوماتية انا مهندس مدني بالاساس تمام كنت بدي ادخل الهندسة معلوماتية بس وقتها يعني كان الحق مع ابي بصراحة بهذا الموضوع انه فعلا وقتها ما كانت الهندسة المعلوماتية لها مجال واسع خاصة بالبلد عندنا فقل لي كلمة وقتها قال لي بابا انت بدك تصير بياسي ديات تمام وقتها فعلا كان هيك يعني ما كان فيه شيء ما كان فيه كذا تمام وبشكره دائما يعني صح انا هالشغفي كان المعلوماتية بس بصراحة بشكره انه يعني شجعني لأعمل شيء هذا الشيء وداني للشيء اللي بدي صح لداخل معلوماتية ما قلت وصلت له ما بتعرف يعني فكرة يعني انا ما قدرت افهم هذا الموضوع لأصرت انا نفسي هلأ اب يعني لما صرت اب وصار عندي اولاد لحتى فهمت انه هذا ابني انا لحتى جيب له التابلت هاد اللي عم يشتغل عليه شيء جدا جهد يعني جهد هو مو يعني هو شافه يعني هاد اللي عم نحكي انه هو فكرة الوفاء انك انت توفي لولدك او توفي لولدك هذا التعاب وفنجان الكاست الشاي اللي جابت لك وانت عم تدرس للكالوريا هاي فكرة جدا مهمة فهو هيك بدأ الموضوع يعني بصراحة معي بهالبساطة وكان همي الوحيد هو المال بأي مكان بأي مجال ولاحقا يعني مهمة جميع بالنهاية لاحقا صارت تتابعات الموضوع بعد ما اشتغلت بشركة وشركة تانية وصار النقلة الكبيرة خلينا نقول هي الشركة الثالثة اللي اشتغلت فيها هي مزود خدمة الانترنت بسوريا كان اللي اسمه سوا ما بعرف معروف يمكن اذا بتشوفوا اللوغو هذا انا عامله هذا اللوغو والبطاءات والله هاي كل الامور هاي كلها هاي اللي كنت عامل السوا تمام هاي السوا وكل هاي البطاءات واللوغو البروشورات والاعلانات الطرقية كلها هاي عملتها هلو هلو فهنا كانوا شركة عم تبدأ جديد وانا لما رحت كان المقابل لني مكتب صغير فانا استسخفت الموضوع انه انا هون بدي اشتغل هلا بعد ما عم بشتغل بشركة جيدة بس كنت انا بصراحة متدايق من الشركة القديمة فقيت لحالي اوكي فليكن فهون الفكرة اعطي رقم هون هلا كنت عم باخد بالشركة السابقة خمسة الاف ليرة سورية يعني حوالي مئة دولار راتب راتب ضعيف جدا يعني يعتبر فانا بما انه ما كان بدي اشتغل بهاي الشركة الجديدة عم قتله انا باخد بالشركة هديك مئتين دولار عشرة الاف ليرة سورية انا بدي خمستاش طلبت ثلاث اضعاف مو بيقولوا بنتك اذا ما بدك تزوجها غلي مهرة طبعا فانت غليت انه ما بدي ياخدوني بس انه انه فليا انا موافقوا لما وافقوا على خمستاش انا طلعت صرت اطلع انا حاليا لح اخد خمستاش الف ليرة سورية بهديك الايام كان كان يعني حاليا الفين وخمسة هذا الكلام بالالفين وخمسة كان راتب لموظف يعني اذا وصل فهو عشرة الاف صحي اللي هاخد خمستاشر الف ما استوعب شو عم بيحكي انا فهون صارت نقلة هون صارت نقلة كتير كبيرة وهذا اللي عم نحكي انه احيانا اللي حكيته بالبداية انه احيانا صدفة احيانا متنقش معك كيك بيقولوا انه صدفة بتصير فانا شلفت رقم واصلا ما بعرف انه هي الشركة هي مزودة الخدمة مفكروا مكتب صغير انا فطلع هو المقابلات المقابلات عم بتصير هون على فكرة لو انك بتعرف شوف الصدف احيانا كيف يعني كيف طريقك مرسوم لو انك بتعرف انه هاي شركة هي سوى ممكن كان قبلت انك تشغل حتى ببلاش صح لو انك تشغل ببلاش ما كانوا حبوك صحيح تشغل معهم يا ريت والله يعني انا ما نفكر فيها بس صحيح جدا نير نير هذا الكلام صحيح سبحان الله خلص هيك بتتوفع بتتوفع الامور ومن بعدها ما عدا قدرت انزل بالمستوى المادي اكتر منها خلص من بعدها صرت اطلب خمسة وعشرين خمسة وثلاثين اربعين لما طلعت من سوريا انا بالالفين وثلاثين انا كنت اقبط خمسين الفيرا سوريا اللي هو حوالي خمسة وخم هذا بيطلع حلو يلغتك رقم مخيف رقم مخيف بالالفين وخمسة لا هذا بالالفين وتسعة بالالفين وعشرة تقريبا ماشاء الله رقم مخيف جدا فلما رحت للامارات انا ما في هذه الرواتب ابدا انا بقبط كنت بسوريا اكتر من كنت اقبط بالامارات تمام فلما رحت بالامارات صار في انخفاض مادي شديد هذا اللي عمل لصدمة وعمل اللي شكلت حياتي رد من يعني يعني انا بعتبر انه صار في ناكستين بحياتي مو ناكستين هنه بيقولوا ريستارت عدد تشغيل مرتين بحياتي مرة الاولى اللي مرحت للامارات ومرة جيدة لما جيت على المانيا وفليكن فليكن خلص بالعكس قوتك قوتك يعني سلطعت انه خلص انا بالامارات هذا هو الوضع بس هو يعادة البداية ما بتكون مثل البداية الاولى خلص بيكون فصار في عندك خبرة تعرف انت وين بدك تروح يعني انا واحدة من الامور ولو طولنا عن الناس لا لا بالعكس مستفعين لما رحت لأول مو لأول الشركة اللي اخر واحدة كانت بالامارات انا اشتغلت بشركتين الشركة التانية لما رحت طلبوا مني وقتها العمل على برنامج انديزاين انديزاين ما كان معروف بسوريا ابدا يعني كنا كل شي فوتوشوب خلص والمطابع تشغل كوريل اما انديزاين هذا ما كان له اي وجود بسوريا ولا شي فطلبوا مني اشتغل انديزاين والامارات الانديزاين كله بيشتغل انديزاين ما في شي ما حدا بيشتغل شي تاني فكانت انه شو هو هاد بس انا ما معي فلوس حاليا بدي يعني بدي اشتغل فرحت بيومها بخلال ليلة وحدة للصبح ظليت عم بتعلم الانديزاين ورحت وعملت المقابلة واشتغلت بدك تدبر امورك صح صح طيب هلا بس ضل في كاتب هو استاذ لو سمحت عندي سؤال مهم مهنة التصميم انه شو مستقبل مهنة التصميم ممكن انه تروح مع هاد التطور التكنولوجي او العالم اللي عم بيعمل شفت من الشي التقليدي الى الشي الرقمي جدا الفيرشوال حتى هل التصميم يعني باعتقادك انه رح يبقى ثابت بمكانه ولا رح يصير كمان مثل كتير مهن ثانية رح تختفي مع هاد التطور الرقمي اللي عم بيصير انت شخصيا اراس من اي متى بتسمع انت بجملة انه الصحافة الالكترونية ستلغي الصحافة الورقية يا سيدي بدي جاوبك بجواب بشغل صوت مع ابي فضل والدي لما بده يتخرج كان تمام فعم بيسألوه انه انت عمل لنا تصميم كيف رح تكون الدنيا بعد ثلاثين سنة تمام بعد ثلاثين سنة كان وقتها ايمت كان الفين وعشرة هيك شي تمام طيارات سيارات عم بتطير وحيطان وتعالى شوف هاي لسه صلنا الفين واثين وعشرين وما شفنا ربع اللي صار بالعكس انا برأي في يعني في تيك توك العالم عم ترقص وتنطع تيك توك لكن عم تخرب اكتر بالعكس ما هو حسب نظرية التطور مرة جديدة حسب نظرية التطور الابطال عم يموتوا بالمعارك مين اللي عم يبقى الجبناء نحن اللي بنهرب صح فنحن الجبناء عم تتوالد زرياتنا عم يصير عم يصير الجيل أجبن فأجبن فأجبن آخر شي بيصير لبن فمعناتنا انه خلاص انه هذا التصميم شيء أساسا ثابت يعني حياتنا كلها اول مهنة اكتشفها الإنسانية التصميم اول مهنة عرفها الإنسانية الديزاين ما كان يكتب كلمات هو كان يرسم صح يرسم الأحداث اللي تصير معه فهذا فهذا نوع من الديزاين يعني كمان وآخر شي آخر شخص لحيخرج من هاي الحياة لحيكتب شيء ويخرج من هاي الحياة أنا أكتب أتوقع هلأ هو بعرف أنا أنه المقصد من السؤال أنه هو على الذكاء الاصطناعي لحياخد مكان هيستبدل ما بيستبدل استبدال ولكن المهن تندمش يعني ما بيعود في مهنة اسمه graphic designer ما بيعمل شيء إلا graphic designer بيصير أنت اسمك مثلا عامل تكنولوجيا تمام بألمانيا هذا الشيء موجود من هلأ يعني أنت هون في فرق بين graphic designer وweb designer وprogrammeerer وontentwickler يلي هو المبرمج والمطور وفي شيء اسمه median gestalter median gestalter هو اللي بيجمع كل هدول فكلنا صار لازم يصيروا median gestalter تماما أنت عندك graphic designer هذا له علاقة بالgraphics تمام عندك البروغرامير هو المبرمج ليس بالضرور أنه يكون web ممكن يكون مبرمج أنظمه web designer معروف شوه هو مطور الأنظمة مطور سواء web أو شيء مطور الانظمة median gestalter هو برجع بلك مش روط يكون مطور يعني له علاقة لازم يكون جزء من هون جزء من هون جزء من هون فهذا الشركات ترغب وليش لأنه يتفعلك راتب عالي فأنت يجمع ست موظفين فيك فهي الفكرة فحسب نظرية تطور مرة جديدة لنور حمصي مولة داروين حسب نظر تطور البقاء للأصلح فأنت إذا ما بتقدر تطور أدواتك ويصير عندك بدل التنتين ليدين يدين يصير عندك أربع يدين وست عقول ما رح يمشي حالك تمام شو يعني أنت تكون عم تعمل متعلم شيء يتعمله بيسمو الـ تمام لأنه شغلة تلقائية تمام شو يعني شئ تلقائي بتصميم اللوجو مثلا يعني أنت عندك كتير من الأفكار الموجودة لما بيجيك تصميم أنت ما بدك تفكر في أفكار موجودة بتخلطهم ببعض وطالع وصفة سحرية بس هاي الفقرة تمام بها الطريقة بس برمجة كل شيء يعني لما شخص يجي عندك يقول لك أنا بدي عمل موقع الانترنت بتقول لحو أعمل لك موقع الانترنت واللوجو هدية أيوه هلو إنه شيء أكسترا مجبور ما عد فيه أنت كشخص هل عم تسمعني أنت لما تروح لما حال بلك تشري طابعة لما بتلاقي في طابعة وعندك طابعة وسكنر هاي بخمسين دولار وهي بستين دولار تأخذ الطابعة والسكنر بستين دولار صح وإذا في كمان فوتوكوبي أفضل وأفضل ندفع سبعين دولار ما في مشكلة يا سيدي أحسن مشترك الوحدة لحال تماما توفير مساحة وتوفير مال وتوفير هذا العالم كله ماشي بهذا الأسلوب العالم كله بيطالع لك العالم بيطالع لك إليسا ليش لطالع راقصة وطالع مغنية بحطهم سنتين هاي فوهبة تعمل لك راقصة ومغنية وهي عم تجيب مال وهي عم تجيب مال خليهم دبل مال خليهم ونفسها هي بخليها تقدم برامج بعدين تمام صح صح وصارت فعلا على فكرة خربة الدنيا هيك مايا دياب يعني شوف مايا دياب خليها تقدم برامج وإذا العالم ملت من شكلها بنعمل لها عملية تجميل بيصير فيه شكل جديد تعمل ألبوم جديد بالشكل الجديد لبيض أنصى ولا تنسل اللون الأحبر تماما يا زيدي هيا را بطل لك كل الأفكار حسيت حالي بتعرف شو كأنه هيك رجعنا بلقطة واحدة يا زيدي يعني جد سعيد جدا 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 بهذا البودكاست الرائع اللطيف وفيه شغلة حابين لقدام إن شاء الله بصراحة الكلام معاك بيحتاج وبيحتاج وقت بيحتاج ويكون عندنا مساحة أكتر بسبب أنه فيه أمور يعني أنا برأيي فيه أمور الداخل الإنسان داخله فيه شي حاب يحكيه فيه شي حاب يحكي بالتفصيل الممل للأسف ما كان عندنا الوقت الكافي يعني نحكي بالتفصيل مع أنه ساعتين والله مع أنه ساعتين بس أنه عن جد يعني يا إلهي ما أكبر هذا العالم فعن جد إن شاء الله لقدام كمان رح نتواصل وحابين نطلع مرة تانية بس بشكل أنه ناخد راحتنا بخلص خلصنا هذا ألا بنحكي الأمور اللي أنت عن جد عن الدزاين يعني بعيدا عن الدزاين ونحكي أكتر بنظري التطور لحتى الناس تفهمها تمام لذلك والله بتمنى يعني تقرأوا عن الموضوع أنسوا موضوع القرد وهي التطورات شو بتكون بهذه المواضيع اقرأوا عن الفكرة الأساسية فكرة البقاء للأصلح فكرة بس يعني هلأ حاليا بهذا العصر نحن عنا يلي ما بيعرف كومبيوتر فهو ما بيقدر يعيش هاي طبيعا انتقتك طبيعا انتقت الناس اللي بتعرف كومبيوتر بس انتهى الموضوع ومع أنه من كم سنة كان اللي بيعرف كومبيوتر ولا شي يعني تماما من عشرين سنة مثلا ولا شي انت شو عم تعمل عم تبدك يا سيديات يا بابا بدك يا سيدي تمام مشكور جدا شكرا كتير لك والله يمكن هذا أول بودكاست أو مقابل هيك باخد راحتي يعني جدا مريح كان الكلام والله باخد راحتي وبحكي يعني كنت متوتر هيك شوي من البداية طالعتي من الرسمية خليتني هيك يكون أحلى بصراحة هذا الكلام اللي عن جد الناس بتحب تسمعه بصراحة أنا بشوف صحيح الكلام الطبيعي يمكن نختصره بعشر دقائق هون العشر دقائق وسعناهن لساعتين إن شاء الله لسا لقدام فيه أكتر وأكتر إن شاء الله والمرة الجاي أنا اللي بعمل مقابلة معك وأنت اللي بتحكي يا أهلا وسهلا أنا جاهز الله يخليك الله يخليك أستاذ نور شكرا ألك وألا يعطيك العافية لجميع المشاهدين ما بعرف مين باقي ولا مين مباقي ولكن شكرا ألكم ونلتقي إن شاء الله بحلقة أخرى وعندنا حلقات خاصة مع أستاذ نور مع السلامة باي باي